اه معايا كما ولا ايه? مع حضرتك. اه 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 هنا كان بدي لك ده هي عبارة على مقاطعة من الثمانية بيبس. وهنا ايه اللي هعمله عشان احسب بتاع السميشن? هناخدهم ايه طبعا انتم يعني اسادة في الحارضة يعني محتاجين ان احنا ايه نجمعهم مع بعض وبعدين نقلب المجموع. اه اصلا حاجة في الوجود ان انا اخدهم ايه? اخد كل اتنين اجمعهم مع بعض وبعدين يطلع للسميشن اجمع عليه ايه? اجمع عليه التالت دي ابسط حاجة انت ممكن تعملها. وبعدين لو انا هنا مثلا بتبقى لي كاري انت لو ما تيجي تجمع السميشن ده مع اللي بعده هيطلع لك كاري اللي هو هنا فانت المفروض تاخد الوان ده تروح جمع ايه? جمع مرة تانية مع السميشن يطلعني هنا اي واحد زائد واحد زيرو معي الواحد هنا هينزل الواحد والباقي ايه? الباقي زي ما هو. كده اللي انا حسابته ده السميشن. عايز الوانس او الشكسن تروح ايه? تروح عليه بها الزيروز وانس والوانس زير. اه لو حد عنده مشكلة في حاجة انا بعدي على دي بسرعة ان انتو عارفانها. لو حد عنده مشكلة في حاجة يسأل. هو ده بتاع السميشن عادي خلص. طيب هو انا بيقول لك ليه بنافض بتاع السميشن ليه مش السميشن على طول? حد عنده مقترحات يعني ده ممكن يسهل في ايه? اه انا شايف ان اسهل ان انا تشك على ان كله يبقى وحيد. لما اخد نفس السمه يطلع لي بس يعني الوحيد السفار والسفار وحيد فلما اجمعهم كلهم يبقى وحيد ان انا شايف ان ده حتى كدوائر اسهل انها تشك علي ايه? بالزبط انت لو حاجة عايز تشك انها كلها انس هتعمل ايه? ستتاشر بيتس عايز تشك ان هما كلهم انس. هاند كلهم على بعض. بالزبط هتاند جيت يطلع لك ايه يطلع لك? لو انس يبقى فعلا الداتة مزبوطة لو زيره يبقى الداتة مش مزبوطة بس. لكن لو انت كنت بتكمبير سامميشن بسامميشن. انت بحتاج بقى دايرة والموضوع ايه? اصخف. فهي فعاليا هنا اسهل بكتير. يعني هو بس اند جيت واحدة هتخلص لك ايه? هتخلص لك الكمبارشن اللي كلها يعني. تمام? اه طيب بيقول لك هل ممكن يحصل عندي وان بتقرر ويه ما اكتشفهوش? اه. لا ما اظنش. بالضبط انت مستحيل هي لو بيت اتقلبت هتغير السامميشن بالتالي. طيب لو تو بيتس. لو تو بيتس ساعتها ممكن يكونوا نفس البيتس اللي بيجيما على بعض فأه. بالضبط لو تو بيتس ممكن وممكن. ممكن يبقى اه انها تبقى يعني لو هما في اماكنين مختلفين في الحالة دي مش يعني هتعرف ان فيه لو هما قصاد بعني في الاحالة دي من هيبقوا ايه? طيب هو اللي احنا عملنا ده كده خلصنا على الودي بي. انتو الودي بي عند عليه لاب فور. اه هو فعلا هتلاقي الموضوع سهل او ايه ما فيش اصلا اي تفاصيل فيه. ان هو بيضيف في الهدر سورس و بورت نمبر هو التسنيشن بورت نمبر. اللانس والشيك سم. والشيك سم ده حتى ابشنال. انت ممكن تحطه كل زيروس. يبقى انت ايه ما حسبتش للشيك سم اصلا. ده مجرد ان انت عايز تصرع ان انت تبعت المسج. لو انت عايز تستخدم تشيك سم في الحالة دي ايه? تحسبه فعلا ويبقى عندك. طيب. احنا مفروض كده هنبدأ في السورسوس بتاعة التسي بي تتحسب الزين? اول حاجة اللي هي يعني غالبا دي الفونكشن الرئيسية في التسي بي اللي هي الريلايبل داتا ترانسفير. انت غالبا لما بتستخدم التسي بي انت بتتارجد ريلايبل داتا ترانسفير. يعني ايه ريلايبل داتا ترانسفير? يعني مفروض ان الابليكيشن بيكون المسج. المسج دي او اللي هي بنقول عليها الداتا بتاعتنا. مفروض ان هو هدفه ان هو يبعثها الابليكيشن اللي عند الطرف التاني ان هو يستلمها زي ما هي. فهو بيبقى حلمه كده او بيبقى متخيل ان هو لما يديها للترانسفير اللي بتحقق لي هيبقى في المتخيلته ان هي ايه? بتمشيها على بتوصله بايه? بالأبليكيشن اللي ناحية تاني. خلي بالك احنا دي متخيلين انها ايه? انها كل اللي تحت يعني اللي تحت وبعدين كل اللي ما بين يوم بين الطرف التاني لحد ايه? لحد ما يجي اطلع فوق هنا واحدة واحدة لحد ما توصل للأبليكيشن. هو الأبليكيشن هنا ما يعرفش ايه اللي تحتيه بس كل اللي يعرفه ان هو ايه? متخيل ان انا لما ابعت الدات همشيها ايه? على طبعا لو كان ده الوضع فعلا لو احنا كان عندنا مستخيل مستحيل يحصل عليها او اي مشكلة من او حتى او ايه كلام من ده. في الحالة دي كنت فعلا هبعت رسالة زي ما هي هاخد الداتا من هنا امشيها على احطها في اول المصورة من هنا تطلع لي في اخرى المصورة زي ما هي بالضبط. طبعا ده مستحيل احنا ما عندناش ايه 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 اصلا في الوجود. اما اللي بيحصل? اللي بيحصل ان انا بيبقى عندي بيمشي عليها الداتا. يعني ايه? يعني المفروض ان الابليكيشن هي بيدي الداتا للتراسبورت لير. تراسبورت لير الحقيقة بتبقى شايفة كل اللي تحتها ده واللي هيوصلني بيه التراسبورت لير اللي عنده ريسيفر ببقى تبقى شايفاه كما لو كان كله على بعض وكده حاجة بتسميها بمعنى ان وارد ان يحصل فيها ايه? وارد ان يحصل فيها يعني الداتا دي او الحاجة اللي انا هبحطها هنا ممكن تتغير مبيني الحد ما التراسبورت لير اللي الناحية التانية ايه? تستلم. الاول بس اعايز اتأكد ان انكم فاكرين التراسبورت لير امبريمنتد فين? في الاجهزة العادية بتاعتنا. يعني ايه بالزبط? يعني. موجودة في الابريتنج سيستيم. كنا المفروض. بالزبط اه. انا بتأكد بس انكم فاكرين. طيب يبقى انا المفروض ان انا ايه يعني بده اخيل ان التراسبورت لير بتاعة بتاعة بتوصلهم ببعد ايه? كلمة دي تشمل كل اللي موصلهم ايه ببعض. فما فيها بقى ايه كل والحاجات ايه الجميلة واللي يرزل الى التحية وكل. طيب احنا ايه هدفنا بقى? احنا هدفنا ان احنا نخلي المنظر ده زي ده بالزبط. يعني احنا المفروضة ان احنا نمشي الدياتا تمشي على الان ري لابل شانل بس في الحقيقة. هو في حد فتح المايك? يحد. طيب. يبقى هدفنا ان احنا ايه? ان الدياتا لما تمشي على الان ري لابل شانل هي تتصرف لي كما لو كان زي ده بالزبط. طيب الكلام ده هنعمله ازاي? يبقى ان في عندي سم كود هنكتبه على بحيث ان هو يخلي المنظر ده زي ده بالزبط. طيب احنا ايه اللي احنا عايزين نشوف كده واحدة واحدة هتلاقي ان احنا ايه? هنبدأ بتاعتها step by step. هنشوف ايه اللي هيتحطه هنا وايه اللي هيتحطه هنا. طيب. فعليا اللي هيتكتب هنا واللي هيتكتب هنا هيعتمد على ايه? هيعتمد على ايه? اصلا المشاكل اللي ممكن تحصلك على الان ري لابل شانل دي? هنممكن انها مسلا هتغير الدهاتا هتبرق يعني هتري اوردر الدهاتا هتلوز الدهاتا lan حسب ايه المشاكل اللي هتحصل عندي. مفروض ان انا هيبقى عندي عند الساندر والريسيبر. هي اللي هتعوض ايه? هتعوض الكلام ده. طيب احنا ايه اللي احنا هنعملو? اللي احنا عايزين نعملوا ان احنا نوصل اصلا ايه اللي هيتكتب هنا وايه اللي هيتكتب هنا. فتلاقي ان احنا يعني هنوصف الكود ستاب باي ستاب هنبني ونمشي فيها ايه واحدة واحدة ونشوف اه طب احنا في الاول هنفطرت كزا بعد كده هنفطرت ايه وهنعمل ايه لحد ما نوصل في الاخر ان شاء الله هنقول ايه فعلا اللي بيحصل فيه يعني احنا هنبدأ بابسط حاجة وبعدين نعقد ايه سنة سنة. طيب ايه اللي احنا هنبنيه هنبني الاول اللي هو الاردي تي بروتوكول ده بروتوكول خيالي يعني احنا او خيالية ليه احنا ازاي هنحقق الريلايبل داتا تونسفير فاحنا ايه هنبني الاردي تي نبنيه واحدة واحدة تمام? طيب اللي هيفصل ايه ان احنا هنستخدم اربعة فونكشنز يعني ايه تركز فيهم دلوقتي عشان احنا طول بقية ساكشن هنبقى مركزين على ان احنا بنستخدمهم فعشان ان احنا بنعمل ايه ياريت تركز كل فونكشن فيهم عبارة عن ايه? يعني احنا هنفترض ان احنا عندنا اربعة فونكشنز هنستخدمهم واحنا بنبني اول واحدة هنسميها دي اللي هي المفروض انها عشان ان هو معي داتا عايز يبعتها للناحية التانية فهي اسمها ايه? اسمها يعني هيديها لي يقول لها ابعتيها لي بصورة يبقى دي الفونكشن الاولانية اللي احنا ايه هنستخدمها الفونكشن التانية هنفترض ان في حاجة اسمها يو دي تي ساند يو دي تي ساند دي هتبقى اقول باي عشان تبعت الدي تشانيل اللي تحتي تمام? طيب من ناحية التانية عنده هيبقى عندي فونكشن هنستخدمها اسمها ردي تي رسيف ردي تي رسيف دي هتبقى اللي عنده عشان تستلم الباكت من على اللي تحتي اخر واحدة نستخدمها اسمها دليفر داتا دليفر داتا دي اللي هي ايه? اللي هنا دي عشان تسلم اللي فوقي ياريت كده وانت دلوقتي يا اما تكتبهم يا اما مسلا حتى تصورهم بالموبايل عشان ايه? انا ما حسبها لكو كم سانية بحيث ان انت كمان شوية كده لما نبدأ في البروتوكول وانا عقادها سنة سنة ما تنساش دول بيعملوا ايه? حسبها لكو كده كم سانية يعني بسرعة بس تصوروه. تمام يا جماعة? يبقى كده عندي عشان الابليكيشن يبعث الداتا على ايه? يديها ليه او يدي الداتا ليه الترانسبورت لير. الترانسبورت لير المفروض انها يعني ساعتها الداتا دي هتعدي على بتاعت الاردي تي. بعدين هتقول يو دي تي سنت عشان تبعث الداتا على اللي تحتي. من ناحية التانية هيبقى عندي اردي تي. هتبقى اللي عنده عشان تستلم الباكت من على ايه? من على المفروض انها هتعمل شوية حاجات كده وبعدين عشان تدي ايه? الداتا ليه الابليكيشن. هتلاقي ان فعاليا الابليكيشن بيدي لترانسبورت لير بيديها داتا بتعدي على اللي احنا لسه هنبنيها. مفروض انها في نهاية الامبليكيشن دي المفروض انها هتحط ايه? هتبعت الداتا الهيدر اللي احنا بنسميه باكت. يبقى انا كل دا كده اللي هسميه باكت وهيبقى عبارة عن ايه? هيبقى عبارة عن الداتا اللي خدتها من الابليكيشن بلاس الهيدر اللي انا زودته. من ناحية التانية هقول عشان اسطلم الباكت من على وبعدين هعدي على بتاعت ريسيفر وبعدين هقول لحد دلوقتي هتا عنده مشكلة? طب تمام? تمام. تمام. طيب. الارض تيب بروتكول احنا قلنا ايه? هنبنيه هو بروتكول خيالي بس احنا ايه? عشان بس نشوف ايه اللي هيحصل. هنستخدم اللي هو ايه? اللي هو ايه? اللي انتو طبعا اكيد انت عاملتم معها اللي احنا هنستخدمها احنا بنكتب ايه? نكتب الايفنت فوق والاكشن تحت اللي هو ايه? هيحصل على الترونزيشن. طبعا هنتنال ايه من استيت لستيت بس ما انساش ان الايفنت فوق والاكشن هيبقى ايه? طيب احنا هنبني هنبني الستيت ماشين البتاعة الوحدة والرسيفر الوحدة. هنفترض ان احنا دايما عندنا ايه? عندنا الداتا بتتنقل بس دايما ايه من السندر للرسيفر يعني عندي سندر ثابت ورسيفر ثابت. طيب اول الواحد هنبنيه خالص اول من الاردي تي بروتوكول هنسميه اردي تي وان بوينت او. كل فكرته ان انا عايزة بعت الداتا على يعني افترض البيست كيس سيناريو او السيناريو التخيل اللي احنا قلناه في الاول خالص ان انا مفروض بتاعة السندر والرسيفر بيوصلهم ببعض وفي الحالة دي هشوف بتاعة هتبقى عاملة زين? ده معناه ان مستحيل يحصل عندي ولا اي حاجة من دي خالص او ما احنا هنعمله ليه? احنا عاملينه عشان نشوف ابسط كيس او ابسط اه شكل اللي هيبقى عاملة ازاي عشان نبدأ بيه. طيب هنا هيبقى عاملة ازاي? هو هيبقى آآ يعني هيبقى عبارة عن واحدة بس. دي عبارة عن ايه? عبارة عن ان هو السندر دايما مستني 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 ان تجيله داتا عشان يبعتها. اول ما تجيله داتا ليه قردتي سند ليه لداتا ما تنسوش. بالحالة دي هيعمل ايه? هيعمل هي ميك الباكت يعني هيزاو يعني هيصنع الباكت وايه? ويبعتها على اللي اللي تحت. هو دايما مستني 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 داتا تجيله. لما تجيله داتا هيكون الباكت وايه? ويبعت الباكت. بعد الريسيفر كل اللي هيحصل ان هو برضو واحدة بس مستني دايما بلو ان تجيله باكت من اللير اللي تحته. اول ما تجيله باكت كل ما هيريسيف باكت هيكستراكت الداة من الباكت ويدليفر الداة للليير ايه? اللي فوقي عديها ليه الابليكيشن. طبعا هو ده ايه? ده ابسط حاجة احنا ممكن نتخيلها بس كل اللي فيها ان احنا بس منشوف ابسط شكل ليه الاردي تي بروسكو اللي هيبقى عاملة زينا. انا ما بعملش اي حقا خالص. انا باخد الداة زي ما هي ويكون الباكت ايه? وبعتها مش اكتر من كده وعند الريسيفر بيستلم الباكت يكستراكت الداة وايه? ويدليفر الداة. طيب طبعا باقي احنا ما عندناش اي ريلايبل تشانيل احنا مفروض ان احنا عندنا ايه? فاللي بعده في الاردي تي تو باينت او هنا افترض ان انا لو انا ممكن يحصل عندي على يعني دي ممكن تقلب في الحالة دي المفروض ان انا اعمل ايه? اللي انا افكر فيه المفروض ان انا هقول الاول ازاي اكتشف ان فيه ارور وبعدين اقول طب ازاي لو انا عند اكتشف ان فيه ارور هعمل ايه? الاول اول حاجة هو انا ازاي اصلا اكتشف ان فيه ارور يعني ايه اللي انا مفروض اعمله طالما انا مفترض ان الترانل ممكن يحصل فيها ارور? ازاي انا ممكن اكتشف اصلا عند الريسيفر اللي فيه ارور? ايه الطول اللي انا هستخدمها? لازم احط اه 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 اتنين صح تمام. ازي ايه اللي احنا خدناه? ممكن مش عارف خدناه لأ بس اه. بالزبط هو ده. بالزبط احنا خدنا احنا في اول جايز انت ده خليكم متأخر او كده. اه. هو اه هو 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 فعلا ايه? هو اللي احنا هنستخدمه. اه اول حاجة? عشان اصلا اكتشف الداة دي سليمة ولا باست؟ مفروض ان انا ايه? هزود على الداة دي هزود عليها ايه? هزود عليها وانا بكون الباكت. طيب الحاجة التانية اللي انا المفروض ان انا اعملها ان انا اصلا طيب انا مايش انا عارفت انها غلط او صح. اعمل ايه بقى? مفروض ان انا يبقى عندي ايه? مسلا او ان انا رجع اقول له ايه? 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 بالضبط. المفروض ان انا يا اما يبقى عندي ده احنا مش نعمله خالص دلوقتي. يا اما ان انا يبقى عندي ايه? يا اما البديل ان انا اطلب من السندر ان هو يبعتولي مرة تانية. طيب في الحالة دي المفروض ان انا يبقى عندي مش ان هو بيبعت وخلاص يبعت وخلاص لا انا مفروض ان هو يبعت ويقعد مستني مني الفيدباك. الفيدباك ده يا بصدف يا ناجاتف. لو الله لو انا قلت له اه تمام خلاص وصلت. يبقى في الحالة دي هيبعت اللي بعدها. لو ما وصلتش يبقى في الحالة دي المفروض او سور يعني وصلت فيها ارر يبقى ان هو يعمل ايه? يريد ترانسميت الباكت دي مرة تانية. ده بالضبط اللي احنا ايه? اللي احنا هنعمله. هنستخدم الشيكسا هنزوده على الديده عشان اتكت اصلا لو فيه. الحاجة التانية عايزين نشوف ان انا يبقى عندي ايه? بابعثه للسنتر. يا اما الفيدباك ده يبقى بصدف يعني ايه? يعني ايه? يعني انا بقول له اه تمام ابعت بقى اللي بعدها. يا اما هيبعت لي يعني بيقول للسنتر ان الباكت دي فيها ارر وفي الحالة دي المفروض ان هو ايه? هيريد ترانسميت الباكت اللي هي كان فيها الارر. طيب اللي احنا هنعمله ده عشان نبسط على نفسنا الدنيا هنسميه يعني ايه? يعني السنتر هيبعت باكت واحدة بس ويقعد فاضي كده مستني بس يقول لي اه يا تمام يا ايه يا مش تمامي. انا مش هعمل اي حاجة طول ما انا قاعد مستني الفيدباك. يبقى هنا المفروض ان انا هيبقى عندي كامستيت. يعني انا هنا كان عندي استيت واحدة انا فيها طول الوقت. في الحالة دي حد المدخيل هيبقى عندي كامستيت? ممكن هيبقى عندي اتنين تانية زيادة على الاتنين دولك. لأ خلي بالك هنا يعني انا بقى استيندر الواحدة والريسيبر الواحدة. دي بتاعت استيندر. هو كان استيت واحدة قاعد فيها مستني كونس الابليكيشن لير. مسقاعد طول الوقت مستني انه تجيله لو جاب له اي داتا يروح بعيدها اي اي داتا يروح بعيدها. فهو كان عنده استيت واحدة بس. اللي هو هنا هيبقى ايه? هيبقى في واحدة تانية يزيد ان هو ما يبعد داتا يويت على اللي هيجيله من الريسيبر. بالزبط كده. بالزبط تمامي. يبقى انا هنا عندي استيندر مفروم انا هيبقى عندي ايه? واحدة بيقبل فيها فعلا نيو داتا مستني كونس تانية. قاعد فيها ما بيعملش اي حاجة مش هيقبل نيو داتا من الابليكيشن هو قاعد مستني او نيجاتف على الباكت اللي هو بعد. طيب يبقى هو هيبقى قاعد مستني لو جات له ايه? لو جات له داتا في الحالة دي هيصنع الباكت وخلي بالك هنا هيزيد معها ايه? بحيث ان هو بالزبط كده هيبعت ايه? هيبعت الباكت وبعدين هيروح تانية ما بيقبلش فيها اي داتا جديدة هو بس قاعد مستني اكتنوج منت او نيجاتف اكتنوج منت. والله لو جات له باكت والباكت دي كانت اكتنوج منت في الحالة دي ايه? مش هيعمل اي حاجة بل انه يروح لللسطيت الاولانية اللي هو يقدر يستقبل فيها نيو داتا فهم الابليكيشن. يعني هو في اللسطيت دي بس ممكن يقبل داتا عشان يبعتها. طيب لو هو قاعد مستني الفيدباك وجاته نيجاتف فالحالة دي المفروضة ان هو ايه? هيبعث الباكت مرة تانية. خلي بالك يو دي سنت الباكت دي اللي هي مين? الباكت اللي انت وصلا اعطاها قبريكت طبعا انتو فاهمين يعني يعارفين الحاجات دي يعني عشان بس واحدش يطلق بط يعني. فانا اللي كل اللي هعمل ان هو ايه? هيسنت الباكت دي مرة تانية اللي هو ايه? اللي هو بعتها ويقعد مستني الفيدباك تاني. طمام? يبقى انا هتكرر الحتة دي. طيب. عند الرسيفر الحقيقة انت رباكت هتلاقي هو عند الرسيفر واحدة بس مش محتاج تزود عنها. يا اما ان انت انت دايما مستني ايه? دايما مستني دايما مستني دايما مستني اني يجي لك باكت. لو انت استعمت باكت والباكت دي كانت طبعا انه عارف انها ازاي? احسب لها بتاحها برضو هقارن مع اللي جايلي. بالضبط. بالضبط كده هعرف انها كل ربطة او لا بالشكلسام اللي جايلي ايه? مع الباكت. لو انا استعمت باكت والباكت دي كانت كل ربطة في الحالة دي هبعت نجات اكتناوليدشمنت وخلاص. اللي بالك هنا لها اكستراكت ولا وهدليفر الداتا لي الابليكيشن كل اللي هعمله ان انا هبعط اما لو جات لي بس الباكت دي في الحالة دي هاكستراكت الداتا ودليفر الداتا لي الابليكيشن وابعط ايه? وابعط بصدف اكناولجمت طيب هنا لحد دلوقتي ايه? مفروض تمام? حد عنده مشكلة? لو حد ما عنده مشكلة يسأل. تمام? طيب. احنا اللي احنا عملناه ده احنا كوننا اللي هو افترضنا ان هو ممكن يحصل عندي ايه? ممكن يحصل عندي في الداتا. بسبب ان احنا بنمشي الداتا على بس الحقيقة البروتوكول ده فيه غلطة شنيعة. يعني هو ده كده زي ما هو لا يطلح نهائي. ليه? هو انا بالنسباني انا قلت ان الترانيل دي وبالتالي ممكن يحصل عليها نويس تبوزلي الداتا فبعدت معها الداتا عشان اتشيك بي. وبعدين قلت ان انا ايه? في الحالة دي هبعد بصدف او نيكاتيب اكناولجمت وفي الحالة دي ايه? السندر لما يستلم الفيدباك هيعرف اذا كان يبعد تاني ولا يبعد واحدة جديدة عادي اللي بعدها. طيب هنا المشكلة فين? المشكلة تعالي نتخيل هو اكناولجمت ده ايه? بسأل انفينت لوب? لو في مشكلة في السلك مثلا? لا هو الخيئة لا هي مش كده. خلينا واحدة واحدة. هو هنا بتاعتي عبارة عن ايه? انا ممكن اتخيل كده سيناريو بسيط. ممكن اتخيل ان انا ايه ببعد شوية بيانات كده. يعني الاكناولجمت مسلا زير وانس فيها بيانات كده المعرفهاش. وبعدين مسلا ايه? بعدين اخر بيت في الاخر كده عبارة عن ايه? اه مسلا زيرو او وان. اللي هي بتسمسلي الاكناولجمت. لو هي كانت زيرو يعني ايه? لو هي كانت يبقى في الحالة دي معناها ايه? يعني ايه? يعني تمام. طيب اللي انت بعضتها وزودت عليها شوية بيانات ورميتها على دي او اللي احنا سميناها الاكناولجمت باكت. هي دي انت انبعت فيين? يعني هبعتها زي من الريسيبر للسندر اصي. مش مفروض عندي فيزيكال ميديا هيعدها ليه ولا مش فاهم يعني? ما فيزيكال ميديا. اللي هو يعني 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 انا لما اجي اوصل الفيدباك من الريسيبر للسندر مش هشاور له كده اه تمام او مش تمام بايدي. هو في الحقيقة ان انا هبعت له الفيدباك ده نفسه في صور الباكت على نفس الانرالعابل تشانل. طيب هنا تظهر المشكلة انت دايما معتفض على الفيدباك ده عشان تبعت او ما تبعتش. طيب ما هي الزيرو دي لو حصل في ايرور على نفس الانرالعابل تشانل. وقلب لك بيت في الاكناولجمت باكت. خلى لك الزيرو دي مسلا تبقى ايه اللي حصل هنا? افتكر ان ايه تمام مثلا ويه مش تمام وهكزا او العكس يعني. بالزبط بالزبط انت هنا افترض ان انت دايما الاكناولجمت اللي جيالك هي سليمة ومصبوطة وهاعتمد عليه. بس في الحقيقة ان انت الاكناولجمت دي نفسها تتبعت على نفس الانرالعابل تشانل وبالتالي ورد ان يحصل ان الفيد بتاعت الفيدباك دي تتقلب وبالتالي ما ينفعش ان انا اعتمد عليها انها دايما مصبوطة. طيب مع لا ما ينفعش الكلام دي. لازم احط في اعتباري ان وارد الاكناولجمت دي نفسها يصل عليها ايه? بتقرر. طيب يبقى هنا عشان نصلح المشكلة الشنيعة اللي احنا عملناها دي لازم كده اراجع نفسي. اقول انا عايز اتعامل مع الاكناولجمت دي على انها هي كمان منساش الموضوع ده. وبالتالي طالما وارد ان يفصل عليها ارور لازم افكر في نفس الحاجة. اول حاجة ازاي انا اصلا هعرف اذا كان فيها ارور ولا لا? ممكن احط لها كمان. بالضبط. هتبعت معها سواء الاكناولجمت او الناجاتف الاكناولجمت لما تيجي تبعت. الاكناولجمت ابعت معها ايه? معها بتنساش ان هي باكت عادية خالص وبالتالي هتزود عليها هي كمان. تشيكسون. تشيكسون ده هتكتبي ازا كانت الباكت دي كربت او مش كربت. والله لو سليمة لو سليمة مش كربت في الحالة دي هتتعامل معها زي ما هي بالضبط. لو كانت باكتب تبقى باكتب لو كانت نيجاتف تبقى نيجاتف. طيب ماذا لو حسبت الشيكسون بتاعها عند الرسيفر ولقيت انه سوري عند السنتر ولقيت انها ايه? انها كربت. يعني لقيت ان الاكناولجمت اللي جتلي دي الشيكسون مش بيماتش الايه? مش بيماتش الحاجة اللي جايين. في الحالة دي هيعمل ايه بقى? ممكن. هو يعني هنا ريسكي. ممكن رفض منه ويبعث لي تاني مثلا او ابعث لنا الباكت التانية مش عارف. لو ابعتها له تاني وهو كان مستوع يعني كان باعت اكفة اعتبارك انها الدات الجاية فهنا ممكن امتليمنت طايمر مسلا يعني الريسيفر يقعد مسلا مستني الباكت تي لو ما جاتش يقوم باعت تاني الاك او الاكنولج تاني. طبعا فكرة قويسة هو دي دي كلها ايه دي كلها افكار فانا كل اللي احنا هنعمله انا هنا عايز اتشك ازا كانت هي اقربتت ولا مش اقربتت. طيب ايه اللي انا هعمله لو هي اقربتت اول حقيقة ابسط حاجة ان انا عامل ايه? ان انا بقى تاني. يعني هو فعلينا لان الاكنولج من دي اقربتت فابسط حاجة ممكن يعملها ان هو ايه? يروح بعد تاني. هتقول لي طب ما انا لو هو اقربتت اعكسه. هقول لك لا ما تنساش ان الاكنولج من دي ما ايش بس ده هتلاقي اكيد فيه بيانات تانية معاها. فوارد ان لو انت ده مش مظبوط. وارد ان نفسه يكون غلط وارد ان تكون غلط ما ينفعش ان انا سيمبلي اعكس. انا مش عارف اصلا الارر في الاكنولج من بيت ولا في اللي جاي معاها. يبقى في الحالة دي الاسلم سيناريو ممكن اعمله ان انا ايه? ان انا ابعد تاني. صح كده? طب وزي ههندل لو في بكة تتعملها كده. بالزبط. دي بقى ايه? ده اللي احنا محتاجين ناخد بالنا منه. يبقى انا قلت ايه? لو انا جاي اللي. انا 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 ايه? ان انا بعت تاني. طيب زي ما انت قلت كده بالزبط انا ممكن يحصل ان الاكنولج من دي كانت فعلا من عند ايه? من عند الريسيفر. وفعلا الدياتا وصلت مصبوطة وانا ببعت هالو مرة تانية. لو انا بعت هالو مرة تانية دي كارث. ليه? لو انت ااخد بالك انا هنا لما استلم الباكت اول مرة سليمة. فهنا استلمها سليمة مش كورابتد. فاكستراكتد ودليفرت الدياتا ليه? الابليكيشن وبعت اكنولج منت. الاكنولج منت اللي بعتها دي. وصلت كورابتد عند السنتر. فام عامل ايه? انا بعتها مرة تانية. فلما بعتها مرة تانية. لو استلمها سليمة فهو اكستراكت برضو. ويبعت اكنولج منت. اللي حنا حصل ان انا بديت الدياتا ليه الابليكيشن مرتين. الحقيقة دي كارثة. لو انت مش متخيل ليه? تخيل مثلا لو كانت ايه? لو كانت يعني الرسالة دي مثلا اللي هي ايه? اخسم خمسين الف من حساب فلان. فانت هنا بعتت الرسالة اول مرة. هنا الريسيفر استلامها. بعت الابليكيشن اخسم خمسين الف من حساب فلان وايه? وتمامه بعت الاكنولج منت. جيت مرة تانية بعت له نفس الرسالة ووصلته نسبوطة تاني. فهو ما يعرفش ما اكستراكت وديليفرت الدياتا للابليكيشن وقال له اخسم خمسين الف من حساب فلان وانت ايه? ده كده عملت كارثة. انت قررت الدياتا للابليكيشن الديتهاله مرتين. فهنا يبقى انا لازم عشان اخد بالي ان الدياتا دي ولا مش? المفروض ان انا ابسط حاجة ممكن اعمل ايه? خط ايدي لكل باكت. ممكن ازود كمان واتشك في الاستاد دية. مثلا نعمل لها حاجة زي الشاة متين ستا وخمسين دي مستحالة تتكرر لنفس الباكت مرتين. نعم هي نفس الكونتنت. انا نفس الكونتنت اصلا. نعم يعني ممكن كل باكت نديها نديها اي دي نومبر مسلا او حاجة راندوم نحط لها شوية في الهيدر. انت 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 مش محتاج انتوا الحلول بتاعتكو دي كلها حاجات ايه? عشان تضمن بتاعة الباكت. هنا ابسط حاجة انا ممكن اعملها وانتوا كلامكم كله صح? بس او الحقيقة انا ممكن اعمل حاجة ابسط من كده. رقمها زير واحد صح? في الهيدر صح? ولا فين? او او بالصبت. هنا بالصبت انت هتزود حاجة بنسميها يعني ايه? يعني رقم الباكت رقمها ايه? رقم زيرو مرة استندر يبعت باكت نمرة زيرو مرة نمرة واحد ورسيفر مفرد ان هو متوقع يتلم مرة الباكت نمرة زيرو مرة الباكت نمرة واحد. انت هنا ليه بقول زيرو واحد كفاية عشان بقول انا شغال حد دلوقتي استمد ويت يعني استندر بيبعت باكت واحدة بس يستنى عليها الفيدباك ورسيفر بيستنى هي ايه? هي نفس الباكت. فانا انا يحكفيني سيكونس نومبر وان بيت يا زيرو يا وان. زيرو دي لو انا مستني نمرة زيرو جات لي نمرة وان يبقى معنا كده ان بتجيلي القديمة مرة تانية متكررة وهتعامل معايها على انها دوبريكت. اللي تهم اننا تعالوا كده ايه? نمسي واحدة واحدة نعيد اللي احنا قلناه واحنا بنعمل ايه? بنعمل الارد تي اه تو بوينت وان. طيب هنا احنا بنقول ايه? ان انا عندي انا في الاول خالص بالارد تي تو بوينت وو افترضت ان الايه? ان الاداتا ممكن يحصل فيها بس ما خدش بالي ان الاكتنولجمنت او الناجاتف اكتنولجمنت نفسها ممكن تبقى كرابتت. يبقى ما ينفعش ان انا ايه? اتعابل معايها على انها سليمة. مفروض ان انا ايه? مفروض ان انا اتعابل مع الاكتنولجمنت او الناجاتف اكتنولجمنت دي نفسها ان وارد يحصل فيها كرابتشن وبالتالي محتاج ابعت معايها شيك سم مع الفيدباك باكت دي نفسها. طيب. لو انا وصلتني عن وصلتني او مش في الحالة دي هتعمل معاه على انها سليمة وهعمل نفس السيناريو اللي احنا كنا بنعمله. طيب لو استلمتها ولقيت انها ده قلنا في الحالة دي ايه اللي انا هعمله? ان انا بس دي دخلتني في ايه? دخلتني في مشكلة تانية. لو انا دايما لما بتجيلي هبعت مرة تانية في الحالة دي وارد ان كانت وانا بعت له مرة تانية هيحصل عنده ايه? ما ينفعش ادي الداة للابليكيشن مرتين. يبقى المفروض ان انا هعمل ايه? ان انا ازود حاجة اسمها سيكونس نمبر. سيكونس نمبر ده هافترض ان هو يا زيرو يا وان. كل مرة متابعين مع بعض. احنا ايه? يا بنبعط المرة دي زيرو يا بنبعط المرة دي وان. لو انا مستني حاجة وجات لي حاجة مختلفة اعرف ان دي ايه? دوبليكيشن مرتين. واستني ما تنساش ان احنا اللي مبسط لنا الدنيا ان احنا شغالين حاجة اسمها stop and wait protocol يعني standard بيبعط one packet ومسيقعد ما بيعملش ايه حاجة لحد ما يجيله receiver response. طيب هنا ايه اللي هيحصل? اللي هيحصل ان انت لما نيجي نبني ال rdt 2.1 اللي بعده اللي احنا اي انا هحقق فيه كل المشاكل اللي احنا بنقول عليها دي. هيحصل ايه? هيحصل ان انت هتضاعف عدد ال stats. يعني standard هيبقى بدل اتنين هيبقى اربعة. و receiver هيبقى بدل واحدة هيبقى اتنين. standard هيبقى عبارة عن ايه? اللي هيبقى بالمنظر جه. هيبقى عندي two states زي اللي فاتوا بالظبط. بس احنا بنتعامل فيهم مع الباكت نمرة zero. two states خاصين بي الباكت نمرة one. انشي اللي انا قاعد مستني curve from above عشان ابعت الباكت نمرة zero. لو جات لي ايه? لو جات لي data. هصنع الباكت. الباكت كنا احنا بنبعت معيها بس هنا انا هزود معيها حاجة تانية اللي هي sequence number. هحط معيها ان انا دي الباكت نمرة zero. وباكت. واعد هنا مستني ايه? مستني acknowledgement او negative acknowledgement. والله لو جات لي بصدف acknowledgement مش corrupted في الحالة دي هيحمل ايه? يبقى انا هتنقل ال state اللي بعدها ان خلاص اللي انا بعتها وصلت سليمة. يبقى المرة الجاية هبعت الباكت نمرة واحد. المرة الجاية لما تجيلي ايه? لما تجيلي data من الابليكيشن هصنع باكت وسميها الباكت نمرة واحد. وحط رقم واحد ده معاها ضمن الهيدر. واعد مستني ايه? واعد مستني acknowledgement. لحد ما يجيلي ايه? هبعت نمرة zero مرة تانية. طيب. لو انا قاعد مستني بصدف ايه? وقات لي ايه? وقات لي negative acknowledgement او corrupted acknowledgement. احنا قلنا في الحالتين ايه اللي هعمله? في الحالتين لو جات لي negative يعني انا واصق انها ال data اللي انا بعتها عند ال receiver وصلت ايه? وصل في الحالة دي هبعت تاني. لو انا جات لي corrupted acknowledgement في الحالة دي قلنا ال save scenario اللي انا هعمل ايه? هبعت مرة تانية واحنا ايه? واحنا المفروض بنهندل حوار ال duplicate ده بالseal constanters. طبعا ايه? دي زيها بالظبط. طيب. هنا اللي حصل ان standard مرة بيبعت الباكت نمرة zero ومرة بيبعت الباكت نمرة واحد. عند receiver هيبقى عنده برضو two states. state مستني الباكت نمرة zero وstate مستني الباكت نمرة واحد. لو انا قاعد مستني الباكت نمرة zero. شواني هنا. لو انا ايه? تعالوا تعالوا هنا الاول. لو انا قاعد اينش اللي مستني الباكت نمرة zero. جات لي باكت مش corrupted بال sequence number فعلا zero. في الحالة دي هعمل ايه? ها extract و deliver the data. واعمل ايه? واصنع ال acknowledgement. وخلي بالك هنا انا زادة على ال acknowledgement بتاعتي هزودت عليها ايه? اكسم. انا قلت ان وارد يحصل عندي garbled acknowledgement وبالتالي عشان اتشك ازا كانت سليمة ولا مش سليمة. المفروض ان ريسيفر لما يبعت الاك يبعت معيها check sum. يبدأ زاد معي. وزاد معي كمان ايه? يعني انا لما بستلم باكت بتشك ان اها مش كل ربطة وكمان ب sequence number اللي انا مستنيه. انا قاعد مستني zero. جات لي فعلا باكت نمرة zero. هي extract و deliver data. وابعت ال acknowledgement ومعيها check sum. طيب. المرة الجاية هقعد ايه? هقعد مستني الباكت نمرة واحد. طيب لو انا قاعد مستني الباكت نمرة واحد. وبصيت لقيت جايلي ايه? جايلي الباكت نمرة zero مرة تانية. يعني ايه? يعني انا جات لي الباكت نمرة zero. بعد. لقيتها سليمة وكله تمام. بعت لها acknowledgement وقاعد مستني من السندر ان هو يبعت لي المرة الجاية الباكت نمرة واحد. بصيت لقيته. بعت لي الباكت نمرة zero تاني. امتى ده ممكن يحصل? لما الاكناولوجي يبقى كرابتت فيري send الباكت. بالضبط. انت هنا اللي سلبت نمرة zero سليمة مش كل رابتت وبال sequence number الصح وكله تمام? اكستراكت وديليفرد. وبعت الاكناولوجي منت للسندر. وقلت المرة الجاية انا قاعد مستني بقى الباكت نمرة واحد. لو انا قاعد مستني الباكت نمرة واحد. ولقيت بيبعت لي نمرة zero تاني. في الحالة دي هقول لا ادوالح ان انا الاكناولوجي منت اللي انا بعتها وصلت كل رابت ده عند وعشان كده بيبعت لي ايه? بيبعت لي الباكت مرة تانية. يبقى انا في الحالة دي اول حاجة قفاها كويس قوي. ان السيكونس نمبر ده بيعرفني انها دي دي القديمة. في الحالة دي مش هيكستراكت ولا ديليفرد داتا للابليكيشن. لكن اللي انا هعمله ان انا هعمل ايه? هرجع ابعت الاكناولوجي منت تاني. طب ليه انا بعت الاكناولوجي منت تاني? عشان السندر يرجع يبعت لي بقى خلاص. الباكت اللي بعت كده. بالظبط خلي بالك. بالظبط كده. هو هنا خلي بالك ان السندر لما استلم منك الاكناولوجي منت بازت في مصر. فلما استلم الاكناولوجي منت بعت الباكت تاني وقاعد مستني الاكناولوجي منت عليه. فهو هيفضل قاعد مستني لحد ما انت فعلا تبعت له بازت باكناولوجي منت وتوصل سليم. وبالتالي طالما انا لقيت ان الباكت وصلتني مرة تانية. جتلي. ده معناه ان الاكناولوجي منت اللي انا بعتها اول مرة وصلت بايضة. يبقى لازم ان انا بعت له الاكناولوجي منت تاني عشان ما يقعدش مستني للأبط. يبقى انا هبعت له الاكناولوجي منت مرة تانية. فهي ازنا انا عرفه انها ايه? انها وصلتني عشان السندر يكمل ويبعتلي اللي بعدها. طيب لو انا قاعد مستني باكت. مسلا هنا الباكت نمرا زيره. جتلي ايه? وجتلي كربته باكت بابعت ايه? بابعت ناجة تبقى من ده عادي خالص. طبعا هنا ايه? كل الحاجات دي تكرار للتلاتة اللي احنا عملناها. طيب. لحد دلوقتي حتى عندي مشكلة? يبقى انا هنا عندي ايه? عندي استحتمت. ما اما مرة مرة مستني بنستندر الباكت نمرة زير ومرة الجاية مستني ايه? واحد. فانا باستنى زير واحد زير واحد. لو انا جات لي باكت بالسيكونس نمبر غير اللي انا مستنيه هعرف على طول ان دي وان الباكت اللي كنت انا يعني اللي استلمتها وبعدت عليها اكيد وصل وصل عند استندر ايه? في الرابط. فالمفروض ان هو في الحالة دي بعرف انها وايه? وابعد له عليها. طيب. فعله هنحل السؤال ده على ايه? على الارد دي 2.1 اللي احنا استمانيين. بيقولك مدي لك استندر وريسيفر. مدي لك بتاعتهم. وبيقولك دول ازاي ممكن يدخلوا في دير لك استيت. فعليه هنم ادي لك ادي ريسيفر و ادي ايه? و ادي استندر. بيقولك ان ده شبه ال 2.1 بس هو متعدل شوية. طيب. عشان اختصر عليكم الوقت وفعالية لو انت قعد تتشك كده واحدة واحدة هتلاقي ان استندر زي استندر اللي احنا قلنا عليه بالزبط. الريسيفر. الست ماشين بتاعته هي المختلفة. اللي مختلفة لو انت اواخد بالك احنا هنا كان عندي ايه? كان عندي هنا. هنا جمعهم لك في واحدة. الواحدة دي بتقول ايه? لو انا قاعد مسلا مستني واستلمت كل رابطة او بالسيكونس الغلط. في الحالتين هبعت تمام? طيب. تعال نشوفها هنا. وانت خلي بالك لو حاجة زي دي جاتبك في الامتاحين هتاخد منك وقت شوية على بال ما تتشك هنا فينا الغلطة بس انا ايه بيحاول اختصر معك عشان ايه اللي عملو? تعالك كده نعدي واحدة واحدة هو عمل ايه? عمل جمع الاتنين دول كده في واحدة. وقال لو انا عندي ايه? لو انا عندي او الغلط. في الحالتين جمعتهم في واحدة وقلت في الحالتين هبعت بتاعي. حد متخيل ليه دي غلطة? او ده ممكن يدخلني في ديت لوك الليه? اه انا ارسي ارسي وفتطلع اقربت في ابعت تاني ابعت الـ اه هو هنا خلي بالك الستات ماشيط القصية بتاعته 2.1 كان عندي الستات الواحدة كان عندي ايه? يعني اللوب دي اللي انت اطلطل في نفس الستات دي كان عندك ايه? كان عندي اتنين اللي هي دي ودي. هنا هو تقول اللي حصل ان هو جمع اقولك في واحدة بس. وقال لك الواحدة دي عبارة عن ايه? لو انا استلمت كل رابطة باكت او باكت بالسيكنس نمبر الغلط. في الحالتين هبعت. الازمة طبعا ان هو انا بتشك هنا لو كربته على طوله خلاص مش بتشك على مش مش بتشك على سيكنس نمبر. هو كده يعني ممكن فيه احتماليا ان هو بعت فانا حاولت ابعت له اكتنولدش طبعا بس اتقلت نيجاتف. فم هو بعت لي تاني? ولما تبعت تاني مسلا حصل فيه ايرور تاني? طبعا. بصة انا مش فاهمت قوي. اه انا خلاص خمس باين. لأ طبعا هقولك حين. هقولك حين. بص هو هنا. يعني مع دول ازاي. هو دي كان عندي اتنين. والدي كده ده ده مصبوط. يعني اللي احنا الست ماشين اللي احنا بنناها دي مصبوط. لكن اللي هو مدهانا كان مع دول في واحدة بس. وخلاها. واحدة بتقول لو كانت او بالسيكنس نمبر الغلط. كان عندي ايه? كان عندي هنا اكشن وهنا اكشن. فهو خلاها لك الاكشن بتاع الاتنين دول دول حاجة واحدة وخلا لك الاكشن بتاع الاتنين هو ده. ان انا في الحالتين بابعت نيجاتف اك نالشمت. طيب هو انا الاصل كان ايه? ان دي هبعت نيجاتف اك نالشمت وده هبعت بوسط باك نالشمت. متخيل لو انا جمعتهم وخليت الاكشن بتاعهم ان انا بابعت نيجاتف اك نالشمت. ايه المشكلة? المشكلة انه هيقوم بقيت لي تاني نفس الباكت بنفس السي كونس اللي انا مش عايزه بالزبط هو ده بالزبط دي بالزبط كده هو ده اللي انا عادت احكيك كتير اه بس وعليش ما بس جايز لا لا انا اللي اخبطت الموضوع لا خير طيب يبقى هنا انا عندي ايه فعلا زي ما انتها بتقول كده انا كان عندي لو هي لو انا قاعد مستني الباكت نمرة زيرو وصلتني كوروبته باكت winner فالمفلوة ان انا ببعت negative acknowledgement عشان يبعتها لي تاني لكن لو انا قاعد مستني الباكت نمرة زيرو وجدد الباكت نمرة واحد القديمة اللي انا بعتمنا اصلا بصد يا ى قبل كده ولقيتها س�매 جايالي تاني ما ينفعش تقول لي ابعت negative acknowledgement برضو تو انت لو بعت tomato هيبعتها لك تاني يبعت لك اون تاني بعت negative acknowledgement يبعت لك اون تاني فانت هتفضل في ايه طول ما بيجيله هجيالي تاني. ما ينفعش تقولي هبعت برضو. انت لو بعتت هيبعتها لك تاني. بعتت هيبعت لك وان تاني. فانت هتفضل في ايه? في طول ما بيجيله هيبعتها تاني. فانت بعتت اول مرة وصلت فلو بعت له لما بعتها لك تاني. لو بعت له برضو في الحالة دي هيفضل يبعتها لك وانت تبعت له في لكن الصح ان انا ايه? ان انا اقول له يا عم دي وصلت. فراح ابعب له بصد في مش يعيبقى دي مختلفة عندي تماما ما ينفعش ان انت تجمعهم في واحدة بس. طبعا لو مسألة زي دي في الامتحان انت اكيد مش تبقى حافظ بس ممكن تمشي معاها واحدة واحدة لحد ما تشوف ايه? يعني انا هبدأ كده اشوف اه استندر هيعمل كزا فالريسيبر هيعمل كزا وتتشك كل الايه? كل الترانزيشنز لحد ما تعرف الغلطة فيه. احنا بس بنختصر لكن انت تقدر تكتشف ده مع نفسك. يعني انت لو مشيت معاها واحدة واحدة كنت هتكتشف ان فعلا فيه ايه? فيه غلطة بس بعد وقت شوية. طيب الشرح الطويل ده شبه اللي انت كنت بتقوله كده اللي هو ايه? اللي هو نفس اللي احنا قلناه يعني. طيب. آآ عندنا سؤال بيقولك في الاردي تي بروتوكولز ليه احتاجنا السيكونز نامبرز? احنا قلنا عشان ما ايه? ايوة بالزبط عشان ايه? عشان لو حصل فيه لما في البعض نابعتناه وكان فيه ارور في ورجعنا بعتناه ورجعنا بعد تاني وكان اترساله اصلا صح? بالزبط كده. عشان نعرف ان من وصلش يعني. بالزبط صح. يبقى انا عشان اتشك هل دي عشان اميز لو كان ايه ما ادهاش تاني فيعيد نفس الموضوع تاني. طيب. احنا لحد دلوقتي بانينا الاردي تي تو بوينت وان. الحقيقة هو ايه? هو بروتوكول رائع. هو لحد دلوقتي احنا بنهندل لو كان فيه ارور في الدادا او في الايه? في الاكتنالسمنت وتعاملنا معها ولو في دوبلكت هنتعامل معها كله ايه? كله تمام. الحقيقة تو بوينتو مش هيختلف كتير ويختلف حاجة صغيرة او كل فكرته ان احنا عايزين نستغني تماما عن النيجاتف اكتنالسمنت. مش هنتستغني عنها كباكت مستقلة لوحدها اسمها نيجاتف اكتنالسمنت. لكن ان احنا هنعملها ايه? هنستخدم حاجة واحدة اسمها بوصدف اكتنالسمنت. وهنستبدل النيجاتف اكتنالسمنت بان انا ببعث بصدف اكتنالسمنت تاني بس على القديمة. يعني كأني ببعث على القديمة في الحالة دي دوبلكت اك دي عايزينها عند السندر تتفهم على انها ايه? يعني السندر لما يجيله يفهم انها ايه? يفهم ان اللي بعضها اخر واحدة دي وصلت بايزة وده بديل للنيجاتف اكتنالسمنت. هتقول لي إيه العاك ده تبو العزمات وإيه هقولك الحقيقة اللي احنا هنعمله ده مش عاك هو الحقيقة اللي هيحصل أن احنا ده فعالياً فيه لليه بقى اللي احنا هنشوفه يعني في الجزء الثاني من الساكشن اللي احنا هنشرحه وبعدين هتلاقي أن هو التي سي بي مش يعني الأساس أنه هو مش يبعث باكت مستقلة اسمها اقنالجمنت أو نيجاتف اقنالجمنت يعني هو بيبقى هدفه أن الاقنالجمنت دي تبقى خانة دمن الهيدر اللي هو بيبعثه في الباكت وفي الحالة دي بيأقنالج الحاجة اللي جايله من الطرف التاني فهيبقى عنده خانة واحدة في الهيدر سيفتي توبيتس اسمها اقنالجمنت بدل ما يبقى عنده خانتين خانة سيفتي توبيتس اسمها بوسط في اقنالجمنت تقول أنا ببوسط في اقنالجمنت تقول أنا ببوسط في اقنالجمنت وخانة تانية اسمها نيجاتف اقنالجمنت تقول أنا بنيجاتف اقنالجمنت ايه انا عندي حاجة واحدة اسمها post of acknowledgement هحط فيها يا اما ايه يا اما acknowledgement جديدة يا اما repeated acknowledgement هنشوفها بالتفصيل عشان محدش يتلخبط بس هنا اللي هيحصل ان احنا ده هيسهل علينا ان احنا ايه ونختصر في حجم الودات يبقى هنا انا عايزة استغني عن وجود حاجة لوحدها كده اسمها negative acknowledgement هستبدلها بان انا هبعد post of acknowledgement على القديمة ودي عند السندر عايزة تتفهم على انها ايه على انها negative طبعا هنا كل اللي هنعمله هيبقى تعديل صغير قوي خلي بالك دي طبعا ايه ده ده نص السندر احنا نرسل نص السندر ونص receiver مش محتاجين كله عشان الباية ايه زي ما اقول طيب فما ان احنا محتاجين ان انا اقول ان انا بقى acknowledge على القديمة خلي بالك احنا لحد الوقت انا كنت ببعت acknowledge وخلاص يعني بصدف يعني لكن طالما انا عايز اخلي هي نفسها بتعبر هي بتacknowledge على ايه يعني هي بتacknowledge على الجديدة ولا القديمة يبقى المفروض ان انا ازود بتاع الباكت اللي انا بقاك عليه يعني هنا مش عارفة انتو خدت بالك ولا لا انا هنا عند مين عند receiver كنت بقى اصنع ايه بصنع acknowledgement وخلاص لكن فعليا انا عايز اقول انا ببعت acknowledgement على zero او ببعت acknowledgement على واحد عشان اقول ان انا بقاك الجديدة ولا القديمة مين اللي ببعت لها اك بالضبط طيب هنا ايه ادي السنتر هو اني الشرع هيبقاعد مستني يبعت الباكت نمر زيرو جات له التاتا هيكون الباكت نمر زيرو يبعتها ومعها لتشكسة معادي خالص وبعدين يقعد مستني اك عليه لو انا قاعد مستني الاك وجات لي فعلا بصدف اكنالجمنت مش ربط واك على زيرو هيبقى فيها included رقم زيرو ان انا ببعت اك على ايه على زيرو لو فعلا جات لي اك على زيرو اللي انا كنت قاعد مستني عليها الاكنالجمنت يبقى هابروسيد وهابعت اللي بعدها طب لو انا قاعد مستني اك على زيرو وجات لي اك على واحد يبقى في الحالة دي ايه في الحالة دي هتعامل معاها على انها نيجات في اكنالجمنت وايه وارجع ابعت الباكت مرة تاني عند ريسيفر هيبقى ايه هيبقى برضو متكمل ايه خلي بالك هنا انا كنت قاعد المختفية دي ان انا كنت قاعد مستني ايه مستني الباكت نمرة واحد جات لي الباكت نمرة واحد مش كل رابطت وبالسيكونس نمبر واحد وابعت اك على واحد خلي بالك الوان دي هي اللي ايه هي اللي زادت هنا يبقى انا ببعت في الحالة دي اك على واحد لما جات لي فعلا الباكت نمرة واحد ايه مصبوطة مش كل رابطت طيب والمرة الجاية هقعد مستني الباكت نمرة زيرو والله لو انا قاعد مستني باكت نمرة زيرو وجات لي كل رابطت باكت او باكت بالسيكونس نمبر القديم يعني جات لي انا قاعد مستني زيرو وجات لي واحد في الحالتين هبعت ايه هبعت اك على واحد على القديم السطر ده هيبعت سنت باكت اللي هي دي طيب. حد واخد باله هو هو فيه تغيير جوهري كده. احنا يعني ايه? هو اللي احنا عمدناه فعالية ان انا ايه? ان انا زودت بتاع الباكت اللي انا بقاك عليها. جوه الايه? جوه الباكت. بس نتيجتها لو ات حد واخد باله عند ريسيفر هو انا انا كان عندي كام او كام لوب ترانزيشن هنا. ان كان عندي كام سهمة من ده. كان الاستاد دي عليها كام سهمة كده? كان فيه اتنين. كانوا اتنين. ساحبقوا كام? بقيت واحدة والسلات. لا يعني انا انا اقصد يعني بعيدا عن الاسهم العادية دي زي ما هيدي. لكن هنا انت كان عندك كان عندك اتنين. لما التغيير البسيط ده خلها واحدة بس. شبه اللي احنا حلناها في المسألة وقلنا دي هتعمل ايه? هتعمل هتوقع لي الدنيا وبطاعه وقلنا ايه? ده ده دي غلطة وهتدخلني في دلوك. هنا لا. خلي بالك انا هنا جمعتهم فعليا التعديل اللي احنا عملنا ده جمعت للاتنين فعلا في سهم واحد. بس ده هيبقى مظبوط وهيستغل صح. احنا اللي احنا جمعناه ان احنا في الحالتين دول في الحالتين دول. هبعت ايه على مين? لو انا جات لي ايه? او بالسيكنس نمبر القديم. لو جات لي القديمة. في الحالة دي قلنا هبعت ايه? هبعت ايه على مين? على مين? على ايه? على مين? القديمة. طب هقولك حاجة. عشان انا اعرف ان الحتة دي تلقبط شوية فانا بحاول ان انا ايه? اخدها معاك واحدة واحدة. تعال ايه? احنا ده المنزر القديم بتاعنا. تعال انлушوف كده هو احنا ايه اللي احنا عملناه في اللي بعدها? اللي احنا عملناه في اللي بعدها ان احنا ايه? ان احنا كماعنا دول كده? وقلنا لما انا ابعت. يعني ابعت على القديم هتصرف عليه على انه that's凭 التعديل اللي احنا عملناه. بس خلي بالك ان احنا عدلنا السندر عشان يتصرف على اساس دا ودي حاجة جوهرية. انت اهم حجة ان انت السندر هو كمان يبقى ايه? يبقى زي Receive. طيب يبقى انا هنا اللي عملته ان انا قلت لو استلمت او الباكت القديمة في الحالتين هبعث على القديمة وراحت مخلي دي كده طيب تعال نشوف كده هو احنا هل ده يعني ده التغيير ده يمابل ايه هنا وفعاليا هنا هنا كنت بقول ايه كنت بقول لو انا استلمت باكت مش كوربتت بس الباكت القديمة يعني كنت قاعد مستني الباكت نمرة زيرو جات لأل باكت نمرة واحد جات للاديمة تاني فالحالة دي كان المفروض ان انا ابعث اك على مين هنا في الوضع ده تبعث اك على مين يعني الاستبدية لماذا بعمل ايه انا قاعد مستني الباكت نمرة زيرو جات للاديمة لانا كنت لسه مع التعيق ايه ال bell واملته بقى بعت اك على القديم. بقى بعت اك على القديم. يعني ده اصلا كان التصرف المنطقي هنا. يعني اللي استبديه مفروض هنا تبنلك منطقي. انا استلمت الباكت القديمة فبعت لها اك. طيب الجديد بقى ان انا لو كنت استلمت كرابت الباكت الطبيعي ان انا كنت ببعت هنا كل اللي عملناه ان احنا قلنا لأ النيجة في اكنولوجم دي هستغني عنها بان انت لو جات لك باكت غلط بدلا ما تبعت نيجة في اكنولوجم دي ابعت اك على القديمة اللي هنا هي هتبقى فعلا بالنسبة لك ايه وان. يبقى انا هنا اللي حصل ان انا جامعت الاتنين دول في واحدة. اللي انا بأكد على ده وعارف ان انت ممكن تكونوا بالاخباط شوية عشان تاخد بالك ان انا لو جات لي حاجة زي دي في الامتحان ما اقولش اه ده ده دي مسلا دي كده مزبوطة او مش مزبوطة على اصلا هي لا ده واحدة او اتنين. يعني الفكرة ان انت يبقوا مع بعض الحاجة معينة هي فعلا مش هتعمل لك. يبقى هنا انا بالنسبة لي لو انا جات لي باكت مش كوربطة بس بالسيكونس نمبر الغلط كنت بقول ان انا ايه دي كتل القديمة هبعت اك على القديمة. هنا قلت لو انا جات لي كوربطة باكت هستغني عن و ايه? فبعت اك على القديمة وهتقوم بين عند السندر بنفس وظيفة النيجاتيب اقنالشمت هنا ريسيفر اه سوري السندر لما تجيله اك على الباكت القديمة هيتعمل معها على انها نيجاتيب اقنالشمت ونفس الكلامة عند مين? عند الريسيفر. خلي بالك الحاجات اللي احنا بنشرحها دي انا يعني هدف ان انت على القل تكون فاهمها فاهم الترونزيشنس لما تيجي انت بحرق ان انت على القل تقرأها مع نفسك مرة كده بعد بعد السكشن عشان بس ايه? يعني الموضوع انا عارف انه لخبط شوية بس انت لو قريت هتلاقي الموضوع سهل ان شاء الله. طيب لحد الوقتي حد عنده مشكلة اعيز يسأل بحاجة يسأل. ها تمام? ماشي. طيب هنا عندي ايه? هنا عندي ايه? اللي هو عن زود عليه جديد ان انا وارد يحصل عندي ايه? وارد يحصل عندي لص. دي معناها ايه? معناها ان ممكن يبعث الباكت ويقعد مستني انا الاصمشن بتاعي القديم ان انا كنت بيبعث الباكت ويقعد مستني ايه? الجديد بقى ان انا انا ممكن اقعد مستني او نجتب او للابد. ما يجليش حاجة خالص. ففي الحالة دي كل اللي احنا عملناه اللي فات ده شايفتني بحاجة صح? وانا انا هقعد مستني للابد. ايه اللي انا المفروض اعمله عشان اعرف ازا كان فيه لخص ولا لأ. يعني هل يلفع ان انا كسندر قعد مستني للابد مستني الفيد باكت للابد? طب افرد ما جاليش حاجة خورة. افتح افتح طايمر مست. بالضبط هو كل اللي احنا محتاجينه ان احنا ايه? طايمر عشان ما يعودش مستني للابد. المفروض ان هو سندر يبقى في الباكت ويقعد مستني شوية. والله لو جالوا ايه? لو جالوا الفيد باك في الوقت ده خربوا برك. ما جالوش يبقى في الحالة دي المفروض ان هو ايه? لو حصل وما جاليش اي حاجة خالص لبصدف ولا ناجتب يبقى في الحالة دي ايه? هريد ترانسميت الباكت مرة تاني. طيب هريد ترانسميت الحقيقة بما انا عارف ان اكيد الدليز على الشانل دي انا هستنى وقت معقول بس الوقت ده اكيد وقت تقريبي. ده عمرك ما تبقى فرشور الدليز على الشانل دي قد ايه? وبالتالي على الارض الواقع الباكت بتاعتك دي وارد انها فعلا لما حصل تايم اوت ده وارد انها فعلا كانت سواء هي الباكت او ايه? او الاكناروج منت بتاعتها وارد انها حتى تكون متأخرة مش لصت. في الحالة دي لما انا هعمل في الحالة دي هتبقى ايه? هتبقى وصلت عنده ريسيفر وهتوصل له دوبليكت. بس هل الدوبليكت دي هتعمل لنا مشكلة في الوضع الحالي? يعني عنده ريسيفر لما يستلم دوبليكت باكت. اللي احنا عمنا ايه? هيتعمل له مشكلة? لأ ليه? لانه هيكون بعد اكناروج تحت اللي قبلها هيقوم بعد كمان اكناروج. فتوصل لل يعني هيبعت كده اللي هو هيبعت اكت تاني احنا 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 عاملين سيستم بيهندل دوبليكت ان هو كأنه فيهم غلط. فهيبعت اكت تاني فالسن دريفة من لا تمام ده كده خلاص يعني. بالضبط تمام صح كده. انا بالنسبالي اصلا تبليكت دي ايه? مش هتعمل لي مشكلة. انا احنا احنا بيهندل ده وبالتالي ايه? مش مشكلة خالص. هتلاقي ان ريسيفر على فكرة مش هيبقى فيه اي تغيير. يعني انت ريسيفر ريدي هندلس الدوبليكتس فانت مش محتاج اي حاجة. كلها اللي هيحصل ان احنا عند السندر بس هنزود حوار التايم اوت. فاحنا هنبص بس على الشكل بتاع ريسيفر. اه سوري بتاع السندر. كان الريسيفر زي اللي فات طيب. هنا ايه? هنا. زي الايه? زي اللي احنا كانوا مرسينا عليها. هيبقى عندي ايه خاصين بالستيقونس نمبر زيرو اتنين خاصين بسيقونس نمبر وان. انيشي اللي هيبقى قاعد مستني ان هو يبعت الباكت نمرة زيرو لما تجيله الداتا هيصنع الباكت ويبعت الباكت بس هيستارت الايه? الطايمر ويقعد مستني بصدف او نيجاتف اكنولوجمنت. النيجاتف اكنولوجمنت زي احنا كنا بتقول هي هتبقى ايه زي التو بوينت وان هتبقى برا عن ريبيتت اكنولوجمنت. فانا ما عنديش بصدف او نيجاتف افعلان هيبقى عندي ايه? مستني اك. طيب والله لو انا جاتلي ايه? لو انا جاتلي اك مش كل رابطت. وفعلا اك على زيرو بتاك على زيرو. يبقى انا في الحالة دي ايه? تمام? هستابل تايمر واقعد مستني ايه المرة الجاية. ابعت واحد واكرر نفس ايه? نفس الموضوع بالنسبة الواحد. طيب لو انا قاعد مستني اك على زيرو. بصيت لقيت حصل ايه? طايم اوت. يبقى في الحالة دي المفروض ان انا هبعت الباكت ايه مرة تاني. وفي الحالة دي هستارت التايمر من اول وجديد وتوقع انها ايه? شكلها كده لصد. لو انا قاعد مستني اك على زيرو جاتلي ايه? او اك نالجمنت بالسيكونس نمبر التاني الغلط اللي هو اك على القديمة. في الحالة دي الطبيعي ان انا كنت بفهم ده على انها ايه? على انها نيجاتب اك نالجمنت وابعت الباكت مرة تانية. بس هنا انا فعاليا مش محتاج اعمل حاجة. انا هو هنا قل لك ايه? لا انا خلاص كده مش هعمل اي حاجة خالص. واستنى الايه? لانه كده كده بيبعط مع نهاية الطايم اوت. يعني انا هو اللي عمله ان احنا لو استنمت ايه? او الغلط متعاملش حاجة وهكده كده انت هتبعط مع نفس الكلام ايه? هتعيده هنا. طيب هنا في حاجة برضو احنا عايزين نقولها هنا انا ممكن ايه? قاعد ابقاعد مستني اضاف عشان ابعت الباكت نمرة واحد وتجي لي باكت في الحالة دي اجمور الباكت دي ومتعاملش ايه حاجة خالص. طيب احنا عايزين نفهم دي. يعني هو ايه اللي هو عملها دي? يعني انا هنا قلت مستني اك على زيرو. فانا واضح كده ان انا اتنقلت هنا يعني جات لي اك فعلا على زيرو. وبعدين المرة الجاية انا مستني عشان ابعت الباكت نمرة واحد. فانا مقاعد مفروض ان انا مش مستني اي اك نولجمت من ريسيفر بسيط لاجي تجيلي باكت. فما ان انا سندر فا اكيد الباكت دي سام اك نولجمت جات لي. فاروح ايه اجنور وخلاص واتنش. طب هو انا ليه? يعني انا كسندر ليه ممكن يجيلي انظر اك نولجمت وانا مش عايز اك نولجمت. عشان مسلا اه بعت والطايمر يعني خلص. فهمت باعت بس هي الباكت مسلا ما كانتش تعمل لها لص. فوصلت. خدك فاهمة قصدي? اه 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 صح مو دونك صح. اه بالزبط. فباعت الاول واحدة اللي وصلت اللي انا كسندر كنت فاكرها ضاعت. بعدها وصلت تاني باكت اللي انا كنت باعتها كأنها باكت قبل اللي ضاعت فالريسيفر استلامها برضو ام باعت عليها اك نولج تاني اللي هو ايه? لأ ده انا قريدي استلمتها خواص. بالزبط كده اجابتك مية في المية تمام. انت هنا ايه? هو اللي حصل زي ما انت بتقول كده. انا عندي ايه? انا بعد كنت مستاني عليها اك نولجمت. وبعدين حصل تايم اوت فا رحت بعيدها تاني. اتاري بس هي كانت ايه? متأخرة بس. ففي الحالة دي اللي حصل ان انا ايه? بعد. يا دوب انا بعدت مرة تانية. لقيت جايلي ايه? جايلي البدعاء الاولانية. فارحت خلاص اتنقلت عشان ابعت الباكت الجديدة اللي بعدها. وانا قاعد عشان نفي ابعت الباكت اللي بعدها. طبعا هنا هيستلم الباكت مرة تانية. فيبعت عليها مرة تانية. فانا هستلم منه مرة تانية. بس هنا انا مش هعمل لي اي مشكلة. هنا لو جات لك. لو انت خلاص عرفت المعلومة وجات لك ايه? وانت ما كنتش عايزة. خلاص ايه? اجنور ما تعملش اي حاجة. طيب الباقي ايه? الباقي تكرار لي دول ما فيش اي مشكلة. طيب الاردي تي سري بوينت او لو انحنا عايزين نشوفها هيبقى عبارة عن ايه? زي الايه? زي الوضع ده كده لو انا عندي ايه? بيبعت باك نمرا زيرو. يبعت لها اك على زيرو. السندر يبعت واحد. الراسيبر اي? يبعت له اك عليه? المرة جاي زيرو. المرة ج Stone le1 وهكذابagement. بعد ايه? دايب عنزيرو. دايب عنزيرو. دايب عنزيرو. دايب عنزيرو. لو انا عندي ايه? لو انا عنديloss يعني انا بعت... باك نمرا زيرو. الراسيبر بعتلي اك على زيرو. وانت جيت انا بعت... باك نمرا واحد. هصل لها لوس. وما وصلتش عند الراسيبر. ففي الحالة دي احنا... عنديلو لوس دي ازاي? انه هيصل تايم اوت عند.... عند Remote عند وقت معين ففي الحالة دي هيريسنت الباكت نمرة واحد مرة تانية. سوصل عند ريسيفر يبعتها لها ايه اكناولجمنت تمام. طيب تعال بانحل السؤال فا بيقول لك ليه اصلا احتاجنا في الاردي تي بروتوكولت. عشان ما افضلش مستني طول عمري على اكناولجمنت والرسالة ما اصدتش اصلا. بالضبط عشان نهانتل اللاصس. يعني لو فيه لو فيه لاص ما عادش مستني ايه للأبد. طيب هنا كان بيقول لك ايه شكل بتاع بتاع الاردي تي سري بوينت او. هيبقى زي مين? يعني ايه زي مين? يعني هو لا احنا احنا خلي بالك احنا هنا بنينا بتاع الاردي تي سري بوينت او. ما عملناش الريسيبر اصلا. ام. صح? فانا بيقول لك ايه شكل الريسيبر? اه 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 شكل الريسيبر هيختلف اصلا احنا بس زودنا تايمر في سندر. احنا 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 عملناش اي حاجة احنا بس عدلنا في السندر. بالضبط كده. كلامكم صح تمام? هو احنا هنا زي اللي قبله بالضبط. ما عملناش اي حاجة جديدة لان انا زودت تايم اوت عندي ايه? عند السندر عشان ما يعودش مستني للقبل. فعليا دي زي اللي قبلها بالضبط اللي هي الاردي تي 2.2. طيب بيقول لك لو انا عندي ممكن تلوز باكتز وانا عارف في الماكسيموم بتاعها. بيقول لك احنا عايزين كنا نعدل الاردي تي 2.1 اللي قبله عشان نانكلود السندر تايم اوت وري ترانسميت. بيقول لك هل في الحالة دي البروتوكول ده هيشتغل تمام ولا لأ? احنا ايه اللي احنا عملناه? ان احنا كان عندنا الاردي تي 2.2. عدلناه زودنا على السندر في الحالة دي اشتغل عشان يحن يحن للي اللصز. فهنا بيقول لك طب لو انا عدلت ال 2.1 وحطيت في السندر بتاعه في الحالة دي هو كمان هيشتغل مصبوط ولا لا? احنا عدلنا على 2.2 حطي نلو فبقى 3.0 صح? لا هقول لك هايه. تعالوا تعال انا عايزة قبل ما نحل السؤال ده انا عايزة اعدي معاكو كده سريعا على 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 عشان ايه? ما حدش يطلع. طيب احنا كنا بنمدي ايه? بنمدي ورسيبر. تعلم كده واحدة واحدة كان اول واحد خالص اللي هو كان عندي ايه? كان. انا الاول اول كان ايه ما فيوش اي حاجة. احنا كنا بنقول ايه يا دوب ببعد. السندر بيبع عوعد ورسيبر بيستقبل ما فيش اي حاجة. جينا بعد كده قلنا لا الكلام ده مش وقعي ما فيش. المفروض ان انا عندي وارد ان يحصل ايه? وارد ان يحصل. فجينا في التو بوينت افترضنا ان ممكن يحصل فيها. وفي الحالة دي المفروض ان انا ازود حاجتين. اول حاجة المفروض ان انا ازاي هكتشف الارور اللي ممكن يحصل في الدادا. في الحالة دي قلت هزود على الدادا بكت. وقلت الحاجة التانية ان انا هزود سم فيدباك اللي هو باصدف او نيجاتف اكنالجمنت. السندر هيبعت ويستنى الاكنالجمنت عليها سواء باصدف او نيجاتف واللي احنا سميناه ستوباند ويت بروتكول. فهنا كان عندي ايه? كان عندي ان انا في التو بوينت او افترضت ان وارد يحصل عندي ايه? ارور في الدادا بكت. وفي الحالة دي اللي عملته ان انا زودت وزودت كمان حاجة اسمها ايه? اكنالجمنت. السندر بيبعت الباكت ويقعد ايه? ويقعد مستني عليها في الباك يا باصدف يا نيجاتف. والله لو جاء له باصدف اكنالجمنت هي هيبعت اللي بعدها. لو جاءت له نيجاتف اكنالجمنت هيبعت الباكت مرة تانية. نفس الكلام عندها رسيفر قلنا ايه? قلنا لو هو بعت الباكت بيشوفها ايه كرابت. اه لو ما هو استلم الباكت قصدي هيشوف ايه كرابت ولا مش كرابت. يبقى انا عندي في التو بوينت او افترضت ان انا ممكن يحصل عندي ايه? ارور في الداتا بكت. اتعملت معاهم. بالتشيك سوم والاكنالجمنت. جينا بعد كده في التو بوينت وان. قلنا لا ما ينفعش الكلام ده. انت لازم تتعامل كمان مع ان وارد يحصل في ايه? وارد يحصل ان نفسها يبقى فيها كرابش. وارد نفسها تتلحبت. وفي الحالة دي عايزة اتعامل معها. اتعملنا معها ازاي? قلنا اول حاجة عشان اعرف اصلا ان دي سليمة ولا لأ. زودنا على نفسها عشان اديتكت دي سليمة ولا بايزة. طيب. الحاجة التانية قلنا ايه? لو انا جت لي الاكنالجمنت. لو انا سندر جت له اكنالجمنت سليمة هيتعامل معها زي الايه? زي اللي فان سواء بوسطب او نيجاتف. لو انا جت لي اكنالجمنت بايزة قلنا ايه? في الحالة دي ان انا اروح ايه? باعت مرة تانية. بس الريترانشميشن دي دخلتني في ان وارد ان يحصل عندي وبالتالي دخلت معي كمان قلت عشان اعهند لو في ايه? ايه? اعرف هي ازا كانت ايه? ازا كانت دي داتا جديدة ولا ريترانشميشن. في الحالة دي السندر مرة بيبعت زيرو مرة بيبعت وان. ريسيفر مرة مستني زيرو مرة مستني وان. لو السكان مستني زيرو وجت له وان اللي هي القديمة في الحالة دي هيتعامل معاها على انها دوبليكت وفي الحالة دي هيعرف ان هو مش هيسلمها للابليكيشن لكن هيبعت ايه? عليها عشان ايه? عشان ده معناه ان القديمة او لقاك القديمة اللي بعتها الاكنالشميشن بتاعتها وصلت كل رابط. طيب انا في ايه? هندلت ايه? هندلت ايه? او ناجاتيب ايه وزودنا عشان هندل ايه? داتا الوارد انها تحصل مع ريترانشميشن دي. طيب ده كان لحد ايه? طو بوينت وان. طو بوينت او كان كل اللي احنا عملناه ان احنا ايه? ان احنا قلنا عايزين نستغني عن المنفصل. عايزين نخليها في كل الحالات اسمها ايه? زودنا بس ان انا بتاع الباكت اللي انا بقاك عليها مع نفسها. يعني انا بقاك ايه على واحد او بقاك على زير. تمام? يبقى انا في طو بوينت او كل اللي عملته ان انا ايه? ان انا استغنيت عن بان انا ببعت اك على القديمة. ببعت اك على القديمة عند يفهمها انها ايه? انها ويبعت مرة تانية. طيب. لاحظ كده ان كان بتهندل كل حاجة. كل المشاكل اللي فاتت مع عدل لصص. فبتا في انت حليت كل المشاكل. في كل اللي عملته ان انت استغنيت عن اللي اسمها منفصلة وبدلتها بشكل ايه? بشكل مختلف اللي هو جيت بعد كده في كل اللي عملته ان انت عملت ايه? قلت انا عايز اهندل لو حصل نص في الدياتا. عملنا ازاي ازاي? ازاي? ان انا ايه قلت? انا يعني بدل ما قعد عند السنتر مستني للابد ان يجيلي فيدباك ورد ان هو ما يجيش ابدا. في الحالة دي مفروض ان انا اعمل ايه? مفروض ان انا ازود طايمر عشان ايه? لو قاعد مستني اي فيدباك وما قليش اي فيدباك في الحالة دي لما يحصل تايم اوت ايه? ابعت تاني. وقلنا في الحالة دي انا هيحصل عندي وارد يحصل عندي يعني وارد تكون الباكت بس متأخرة مش لصت. في الحالة دي انا ما عنديش برضو مشكلة لان انا انا ايهندل من المرة اللي قبلها. لو عندي فانا اريدي هندل ده بستيقات نمبرز. فده ما عنديش ايه? ما عنديش مشكلة بس. بيهندل ايه? الوارد انها تحصل في الباكتس وانا ده مش هعملي مشكلة اصلا ايه? بالنسبة للفاك. اه. طيب. هنا بيقولك قدي السؤالة هون بيقولك ايه? لو انا عندي ممكن تروز باكتس. فانا لو عدلت عشان ازود على تايم اوت وريترانزميت. هي الشغل صح ولا هي الشغل غلط? يعني احنا عدلنا زودنا عليه تايم اوت. طب لو عدلنا التو باينت وان زودنا عليه هيشتغل صح? نظريا اه مفروض يشتغل صح احنا بس اللي عملنا من تو بوينت وان لتو بوينت وان احنا شلنا فكرة عملنا لها فهو هي مش بس هيشتغل صح. بالزبط هي هي هيدا اه كل اللي انت عملته فعليا ان انت استغليت عن الناجاتف اكنارجمنت بدلتها فانا انت انت هنا ايه هما الاتنين واحد لو زودت على ده تايمر هيشتغل صح لو زودت على ده تايمر هيشتغل صح. الاتنين واحد. طيب. هنا عندك بيقولك ايه فيه بوتكول سري بوينت او. الاتباكتز اللي رايحة من ريسيفر للسندر ما فيها مالهاش سيكونس نمبر هي نفسها. هي هي مكتوب فيها السيكونس نمبر بتاع الباكت اللي هي بتاك عليها. فهل عدم موجود سيكونس نمبرز للاتباكتز نفسها دي ممكن تعملي مشكلة. هو واحنا سيكونس نمبرز احنا عملناها في الاتباكتز كانت مهمة جدا جوهرية جدا. عشان ايه? عشان لو عندي دوبلك الداتا اعرف ان انا مكررش رسالة تانية للابليكيشن. طيب الاتباكتز لو هي وصلتني متكررة. هل ده هيعملي مشكلة? لا بالعكس دي حاجة احنا عايزينا احنا اوصل معتمدين في بتاعنا. على النهاية تجي متكررة. يعني احنا معتمدين. ازاي ازاي هو انت كلامك صح انا مش تعملي مشكلة بس ايا مش فهمها اصدق ايه بالعائل. انا اقصد احنا 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 معتمدين اصلا في فكرة ان هي مسلا لو السندر ام بعت تاني الباكت ان هو جات له مسلا يعني السندر لو بعت نفس الباكت مرة تانية فاحنا بنرد عليه بنفس تاني اللي هو لا خلاص ايه بعت اللي بعدها. فاحنا معتمدين بفكرة على كده. بص هو 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 كلامك صح انها مش تعملي مشكلة بس احنا مش معتمدين على لو جات لدوبلكت اكنولجمت ايجنور يعني انا هنا اللي هو بيقول عليها زي اللي احنا عملناه هنا بالزبط. اللي هو ايه? انا كنت اقعد مستني اك على زير وجات للاك على زير وايه? وخلاص مستني الاك اللي بعدها. جات لتاني اك على زيرو. هنا كل اكنولجمت في حد ذاتها بتقول لي ان زير واصلت. هنا هنا اول مرحلة قالك ايه? زير واصلت. بقنا ايه? تمام. المرة جاية هابعت واحد. لقيت جاية الارسالة بتقول لي زير واصلت. خلاص ما انا عارف صح? يعني هنا ما ما هتش هتعمل لك مشكلة. هي بتعمل لك مشكلة معالدات. لكن لقاك نفسها لو هي متكررة مش هتعمل لي ايه? مش هتعمل لي ازم. خلي بقى لكم حسان ما حدش يتلقط يعني هنا هنا انا فعليا كان عندي ايه? كان عندي الاك باكت نفسها مكتوب فيها هي بتاك على مين? يعني دي الاك اللي انا بعدتها دي معناها ايه? او الاك اللي دي هنا معناها زيرو الباكت نمرا زيرو واصلت. لكن دي كده الاك نفسها مش يعني مش مترقمة يعني انا لو كانت مترقمة كنت هقول انها ايه مسلا دي كنت هزود لها هي كمان وخطت لها مسلا ايه? رقم اه زيرو. يعني دي الاك رقم زيرو. ولو مرة تانية لو جيت اتبعت لي الاك دي ما تاني هيبعتها ايه? هيرقمها واحد. بس احنا ده مش محتاجين والاك نفسها مش مترقمة. لان الدوبليكت اك مش تعمل لي مشكلة. انا قردي عرفت المعلومة ان زيرو وصلت خلاص مش تعمل لي ايه? مشكلة لو وصلت تاني. طب معلش تباش مهندسة سؤال بس في الديوجرام اللي فات. حضرتك قلت دلوقتي مسلا استلمت خلاص الاك بتاعت الاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا احنا هنا احنا بنقول لو انا اه وارد يرسل عندي يبقى انا مفضد ان انا ايه ان انا اريد بعد ايه بعد ال time out بس مما ان انا ال delay بتاعي يعني وارد ان ال packet دي تكون just delay ده مش ايه مش lost فانا وارد ان انا انا قد بعت ال packet نمرة zero تعال ان اخد سيناريو من اول وبعت ال packet نمرة zero بدأت ال ايه بدأت ال timer وقاعد مستني اك على zero حصل time out وما جاليش اي حاجة الجرس رن وما جاليش اي حاجة فا ايه اللي انا هعمله ان انا هبعت ال packet نمرة zero تاني طبعا يبقى انا بعت ال packet نمرة zero مرتين طيب اللي حصل فعليا عند ال receiver ان هو كان استلم فعلا ال packet نمرة zero وبعت لها acknowledgement بس الايه الطريق كان طويل شوية فال packet اتأخرت شوية والacknowledgement اتأخرت شوية فانا تكتو ان الجرس رن عندي قبل ما تجيلي ال acknowledgement اللي هي ايه اللي هي اللي receiver بعدها مجرد ما انا جرس رن وبعت ال packet نمرة zero مرة تانية لقيت ان ال ايه جايلي عليها acknowledgement مع ال receiver اصلا كان بعدها دايه بس كانت متأخرة عطلانة في الطريق فلاقيت ان انا جات لل ايه اللي قات على zero اللي انا كنت مستنيها انا هتنقل وقول خلاص ايه zero وصلت واقعد بقى ايه على اسنانة هبعت المرة الجاية نمرة واحد receiver في القصة دي بص لقى ايه بص لقى ال packet نمرة zero جات له تاني هيفترض ايه هيفترض ان ال acknowledgement اللي بعتها وصلت كل رابطة اللي واركس السيناريو البسيط اللي احنا كنا بنحكي فيه من الصبح لو انا receiver بص لقى ال packet نمرة zero جات له تاني رغم ان هو بعث لها acknowledgement بالفعل ففي الحالة دي هيروح ايه هيفترض ان ال acknowledgement اللي بعتها وصلت كل رابطة فيروح بعث عليها ايه acknowledgement تاني فانا في الحالة دي اللي هيحصل ان انا كسنتر بعد شوية بص لقى ايه جايلي ايه جايلي acknowledgement تاني على ايه على زير طيب انا قلت مع الا acknowledgement الاولانية اللي جات لي انا عرفت ان خلاص زير وصلت وقلت ايه كمان بسيط لقى زير وجايلي مرة تانية سوري اكت على زير وجايلي مرة تانية في الحالة دي هقول ايه لأ ده خلاص انا كده مش مش بحتاج حاجة انا اصلا عارف ان ايه ان زير وصلت في الحالة دي كل اللي هعمله ان هو هيقنور الاكل الجديدة اللي ايه اللي جات له مش بتعمل اي حاجة تمام يبقى انا امتا وارد ان يحصل يجي لي duplicate ads لو انا بعدت الباكت مرتين وبسبب الدني هي كانت متأخرة فوصلت عند ريسيفر مرتين سليمة فبقعت لي مرتين بصدف اقناج تمام تمام طيب يبقى هنا كان بيسأل بيقول لك ايه بيقول لك لو انا في بتاع 3.0 انا كان عندي الاكباكت نفسها مش مترقامة يعني هي مكتوب بس هي بتآك على مين فهل عدم ترقامها ده مشكلة لا بالنسبة للاكباكت هي مش مشكلة وانت هيقول لك معلومة انت قررني عريصة بس مش هيعمل لي ايه مش هيعمل لي مشكلة مش زي لده تلا انا بديها للابيكيش انا اقول له اقسم خمسين الف من حساب قلان لا ده انت هو مجرد بس بيقول لك معلومة ايه النمر زير وسط او ايه نمر واحد وسط فلو جال لك تاني وانت عارف خلاص ايه جاستة هتاجنور طيب بيقول لك لو انا عارف around trip delay بين sender وreceiver وكان ايه ثابت معروف لل sender هل ال sender محتاجين timer ولا لأ بس يومج ان احنا ممكن يحصل عندنا loss يعني انا لو ال round trip time معروف exactly وارد يحصل loss محتاج برضو timer ولا لأ اه طول ما في loss احنا محتاجين نعمل حسابنا بال timer بالضبط هو هنا انت اللي استفدت وحاجة واحدة ان انت هتصبت المنبع عارف بالضبط هتصبتها على كاب هو لما بيقول لك دي معروف exactly يعني ده معناه ان انت عارف ان انت لما تصبت المنبع بتاعت على وقته معين لو ما وصلتش اي feedback في الوقت ده يبقى في الحالة دي for sure هي ايه هي lost زي الكاس الطبيعية انها ممكن تكون lost out late لكن still انت محتاج ال timer عشان تشوف اصلا ازا كان جاء لك feedback ولا لا امتعدش من استني ايه للابد. طيب اخر سؤال على الجزء ده بيقول لك ايه بيقول لك لو انا عندي ال reliable data transfer protocol بيستخدم بس ال negative acknowledgement. هنا المقصود بيها ايه ان هو هو احنا السيناريو الطبيعي بتاعنا اللي احنا كنا ماشيين بي ان انا بيبقى عندي ايه? ان انا ببعت لو وصلت سليمة ال receiver بيبعت له sender بيبعت له positive acknowledgement. لو وصلت بايزة بيبعت له ايه? بيبعت له negative acknowledgement. ايه احنا شبنا بطريق تاني اما negative acknowledgement لوحدها باكت كده اسمها negative acknowledgement. اما ان انا ايه ببعت repeated acknowledgement بس اسمها برضو negative acknowledgement بطريقة مختلفة. فاللي احنا كنا السيناريو اللي فات ده ان احنا ايه? ان انا لو وصلت سليمة ببعت لو وصلت بايزة ببعت. لكن هنا بيقولك احنا عايزين ايه? موفر في ال package اللي احنا بنبعتها. فانا هستخدم protocol بيبعت بس ايه? negative acknowledgement. يعني لو وصلت باكت سليمة ما بيبعتش حاجة لو وصلت بايزة بيبعت negative acknowledgement. فبيقولك بقى افترض السيناريو الاولاني ان انا عندي sender بيبعت receiver data blade قليل او. يعني كل فين وفين اما ما يبعت له باكت. فبيقولك هل السيناريو بتاعنا بتاع ان احنا نبقى استخدم negative acknowledgement بس هيبقى حلو ولا وحش? السيوم الجنانة ممكن يحصل عندي loss. اه. هو هو حاجس. كنت لسا اسأل لحضارك في loss ولا لا? اه وارد ان يحصل عندي loss. طيب يا دي مش شكلة. ما ممكن تكون يعني غلط وبعايز ابعت negative acknowledgement بس يعني تعملها lose في طريق. بالضبط ممكن يحصل الباكت نفسها تبقى ايه? تبقى loss. طب خلينا نشوف لو الباكت نفسها loss. هو انت 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 حضيت سيناريو على فكرة يعني زيادة عن اللي كان بقى في السؤال فهدي حاجة لطيفة. طيب لو انا لو انا الباكت نفسها loss. هعرف امتى. يعني في السيناريو بتاعنا ده انا بعت باكت ما وصلتش من اساس. فانا ما استلمتش حاجة خالص. ففي الحالة دي هعرف انها انها ما وصلتش من اساس وامتى. يعني غالبا غالبا لو احنا هاطين sequence number ان انا هيقوم sender بعت السيكونس اللي بعديه. فيقوم بقى receiver اقال له لا خلي بالك تناسة يعني في باكت كده انت عملت skip backت. بالضبط. الاجابة صح تماما. هو انت في السيناريو بتاعنا ده. انت هتعرف بس ان فيه loss لما تجي لك الباكت اللي بعدها. يعني انت باعت مثلا الباكت نمرة x lost. فلما receiver يستلم x plus one. فيكتشمن فيه جاب في النص. انه استلم مثلا x minus one وبعدين x plus one. ده بالنسبة لل sequence numbers يعني. فهنا receiver هيكتشمن بيه حاجة غلط فيبعت ايه? فيبعت negative اقنالوس. فما قلنا ان احنا ايه? ان احنا بتقول انا عندي ايه? عندي بتتبعت يعني كل فين وفين. يبقى انت في الكيس دي. في الكيس دي. مش هتكتشف اصلا ان فيه loss غير بعد وقت طويل. يعني انت الباكت اللي بعدها هتتبعت بعد وقت طويل. وساعتها بس هتعرف ان في ايه? loss في الداة. فهنا الكيس بتاعتك دي هتبقى ايه? وحش. صح? مم. طب السيناريو التاني هو نفس البروتوكول اللي هو بيسترع تمبس negative اقنالوس. بيقول لك. طب لو انا افترض ان عنده داتا كتير يعني عمال يبعت داتا باستمرار من واللوسز قليلة. في الحالة دي الاستخدام البروتوكول ده هيبقى حلو ولا وحش? هو كتفكير مبدئي انا شايف ان لو مش هناك نفس المبدأ اللي فات المرة دي الداتا مش هتطير عشان هنكون لسه غرى بعض. بس عدد الاكنالوجيمنت او اللي بنبعتها تبقى اقل. فقد تبان كأن الكنترول اهل فده احسن كاستخدام داتا. يعني البيتس اللي تتبعت البيتس داتا اكتر ما هي بتس كنترول. بالضبط كده. هو ده ده اجابتك تمام مصبوط هي كل فعلا هنا ايه? هنا انا عندي بعد داتا باستمرار. فهنا عندي ايه? عندي. ولو حصل نص هكتشفها في ساعتها مجرد ايه ما تتبعت الباكت ايه اللي بعدها انا عندي اعمالها بعض باستمرار فهنا حصل ايه? لو حصل نص هعرفها بعدها على طول. وفي نفس الوقت بيقولك ايه? الوسز قليلة. وانا ببعت داتا كتير. لو انا كنت باستخدم بسط فانت كل باكت من دول هتبعت لها ايه? هتبعت لها اكنالوجيمنت. لكن هنا انت هتوفر لان انت هتبقى ايه? هتبقى قليلة. بالنسبة لك طالما الارز قليلة فانت هتبقى ايه? الكنترول باكت ستبقى قليلة بالنسبة للداتا باكت. بس ده بيعرضني لمشكلة كبيرة. يعني الفاكرة ما قلت لحضرتك لو مسلا النيجاتف اكتنولوجيمنت ما حصلتش. يعني فلنفترض سيناريو ان انا بعت اول باكت من السندر وتعملها لص. هيعرف امتى لما يبعت تاني باكت فالرسيفر يرد عليه بنيجاتف اكتنولوجيمنت. لا انت عملت سكيب في باكت رقم اكس انت عملت لاسكيب. لو حصل. وان النيجاتف اكتنولوجيمنت دي ذات نفسها تعمل لها لص في طريق. فهي. السندر هيقوم باعت تالت باكت. يعني لها اكس بلاس تو. لما الريشيفر يردها. لا خليبانك من حاجة. انت هنا هو انت السيناريو بتاعك فعلا هو انا مش كتبينه. هو ده السيناريو حلو ان انت فكرت فيه. بس هو في حاجة هو الفكرة ان النيجاتف اكتنولوجيمنت دي لصت. مش معناها مش تعملي مشكلة. هو استلم الباكت لقاها مش مزبوطة. فهي دسكارت الباكت دي وانا يبعت نيجاتف اكتنولوجيمنت. النيجاتف اكتنولوجيمنت دي موصلتش. ده كانت على الباكت نمرة اكس. يجي ريسيفر اه سوري السندر يبعت الباكت اللي بعدها اكس بلاس ريسيفر كان مستني الباكت نمرة اكس يقاله اكس بلاس اون. اه مش ده قصدي انا حضرتك اصد ان انا متخيل. باكت اكس تبعتت في السلك وتعمل لها لص. يعني عمرها وصلت من ريسيفر. فم السندر بعت اكس بلاس اون. ريسيفر استلمها. فقال لا انا اصلا المفروض كان يجيلي اكس. فبيبعت نيجاتف اكتنولوجي. تمام? لو النيجاتف اكتنولوجي اللي هي بتقول لا انا مش عايز اكس بلاس انا عايز اكس اتعمل لها لص. السندر عمره ما يعرف. فهيوم بعت اكس بلاس تو. فساعتها لو. بس هنا هو بيقول لك السيناريو بتاعك صح? بس هنا بيقول لك هنا انا عندي فيو لصز. مم. بس احتمالية اللص قليلة. فالسيناريو اللي انت بتقصده ده ان اتنين واربعة لصت. فانت هنا ده اصلا احتمال ضعيف. اه لو فرضنا انه هو ويرد يحصل فانت اه وهتساعتها هتتأخر في ان انت تكتشم الموضوع. بس استل ايه? بس استل احتمال قليل جدا. وبالنسبة لانه هو سندر بيبعت لرسيفر داتا باستمرار. فانت همسلا حتى الباكت اللي هي بعد بعد ماريتين دي اللي هي اكس بلاس تو دي. على الان لها ايه? هتتتبع لبرده بعدها بوقته قصير. فانت هتكتشم الموضوع بعد وقته قصير. واحتمالية انه يحصل اصلا قليلة. هو ماشي. هو احتمالية انه يحصل قليلة هي دي اللي صراحة تمام بسوى. لو فعلا السيناريو ده حصل فاحنا كده هنشفت السيكنس. يعني اكس دي هتطيلة اصلا. يعني ولا مش هتتبعت. اكس بلاس ون هي اللي هتتبعت. ليه? ليه? يعني هل يعني انا هل بابعتها ان هي ترجعلي ترجع الداتا اللي قبلها ولا هخليه رجعلي من اول اكس. يعني انا انا غالبا فهمت سؤالك انت انت سؤالك على السنة احنا كنا اللي احنا بنتعامل معها طول الفترة اللي فاتت دي يا زيروة صح? او. فده بالنسبالك لو انا واحدة قبلها باثنين دي خلاص كده طارت. وده كلامك صح تماما. مية في المية صح. بس هو السيناريو الواقعي اللي احنا هنشفت عالبي المفردنا هو الجزء الباقي من السكشن. اللي هو ماينفعش يبقى زيرو يا وان بس. يعني انا انا بعمل هبعت واحدة واستنى عليها ايه? واستنى عليها فيدباك. فده اصلا حاجة مش افشن. ففعليا هنا السؤال الجاز كان مفردنا انا اخطه في نهاية السكشن خالص هو لو احنا عندنا فعلا السيكونس نمبر اللي هي زير واحدة ثلاثة مثلا. في الحالة دي ايه اللي هيحصل? في الحالة دي انت هيبقى عندك عادي تركيم عادي خالص ومفيش حاجة هتوقف النص. وده ده ده الغرب من السؤال يعني خلي بالك احنا كنا مرقمنا. ايه? 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 بالظبط كده. تمام? سؤالك يعني 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 كلامك صح لو هو فعلا السيكونس نمبر اللي زيرو يا وان. يعني جايز فعلا السؤال ده في الاخر يبقى 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 مكانه المنطقة اخضر. يعني بس جملة اخيرة عشان هيسف. اه يبقى كده لو انا بعضت لو بعضت النيجاتف اكناولجمنت ببقى احطت فيها اللي هو ايه? السيكونس نمبر اللي انا المفروض اخد متوقعه. بالظبط كده. بقى النيجاتف احطان لشنا على مين? انهي واحدة انهي واحدة اللي موصل لتش. تمام? اه طبعا شكرا باش مهندسنا عاليش تعبتكم ايه. لا 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 ما فيش حاجة. اللي عايز تسأل في اي حاجة يسأل هو احنا فضل لنا تقريبا عشر ده في السيكشن ده اللي هو السيكشن الاولين. تحبوا ان احنا ناخد بريك خمس دقيق ونكمل ولا نكمل العشر دقيق على طول? نكمل العشر دقيق وناخد بريك ما بين السيكشنين بقى. بريك طويل. المهم بس انتوا تبقى فاقيين يا فضل بس حتة مش كبيرة يعني. طيب. احنا اللي احنا كنا شغالين فيه لحد دلوقتي حاجة اسمها ستباند ويت بوزب كل. يعني ايه ستباند ويت? يعني انا ببعت باكت واحدة او السيندر بيبعت باكت واحدة وبعدين يقعد مستني عليها ايه? الفيدباك قاعد يقشر بصل كده ما بجمش اي حاجة خالص. فهنا ايه? فهنا لو لو حد واحد بقاله بتاعت السيندر استخدامي للسيندر هيبقى حاجة ضعيفة جدا. خلينا نفترض ان انا كان عندي لينك سرعتها هون جيجا بيت بير ساكند. اللي هو بتاعها هون جيجا بيت بير ساكند. عندي خمستاشر ميلي ساكند. وعندي الباكت الواحدة تمن تلاف بيتز. لو انا كنت احسب بتاع الباكت هقسم التامن تلاف على الوان جيجا يطلع لي ثمانية مايكرو ساكند. طيب في كيس دي دي اللي هيفصل اللي هيفصل ان السيندر هيبدأ يبعت اول باكت او هيبعت اول بيت في الباكت عند تايم زيرو. مفروض ان هي يعني هتنتهي في نهاية الترونسبيشن دليل. اللي بالك في اللحظة دي اول بيت وصلت بعد ايه? بعد وقت البروباجيشن دليل هنا. بعد البروباجيشن دليل ايه? الاخر بيت ايه? في الباكت وصلت. انت ايش فاكرين السؤال اللي جال لكم في اللامتحان هي تشابه شوية. فهنا ايه? هنا عندي بعد كده هتحتاج كمان دليل عشان ايه? عشان توصل الارت باكت. هنا هنا ان الارت باكت نفسها ايه? مش محتاجة. يعني كأنها زيرو ترونسبيشن طايم. طيب هنا انا السندر قاعد يشتغل قد ايه? هنا السندر قاعد يشتغل الوقت ده بس. يعني هو في لا في الوقت ده السندر كان فعلا شغال بيترونسبيت الايه? الباكت بتاعتي. طيب هيقعد مستني فاضي خالص طول ايه? طول الراوند تريب طايم ده ما بيعملش اي حاجة? لحد ما تجيله الاكت على الباكت اللي باكتها وساعات هيبدأ ليباكت اللي باكت اللي باكتها. طيب اللي السندر شغل فيه هحسبه ازاي? او بتاعت السندر هقول الوقت اللي هو شغل فيه على الباكت الوحدة. طايم اللي هو كان حاجزه للباكت دي. فهتلاقي ان هو اشتغل وقت اللي على ار. الوقت اللي هو حاجزه للباكت دي عبارة عن ار تي تي بلوس اللي على ار. الار تي 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 دي اللي هي ضعف البروبجيشن دي. انا اسمي انجلناها ايه? بس البروبجيشن والترانسوميشن فانتهينا عبارة عن ضعف البروبجيشن دي لو انا جيت احسبها بالارقام اللي احنا قلنا عليها كان عندي البروبجيشن دي خمستاشر ميلي ساكند يبقى ضعفها تلاتين ميلي ساكند تحسب ايه? تحسب دي على دي يطلع لك بتاعت السندر كام? سبعة وعشرين من عشر تلاف عند حاجة ايه? حاجة تعبانة. جدا. فانت هنا عندك ايه? هنا عندك كان شغال فيه قليل جدا. يعني انت عندك هو شغال جزء قليل قوي 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 من الوقت انت مستغلهش وما بيعملش ايه حاجة. فانت هنا انت فكرته ان انت ايه? ان انت تبعد واحدة وتقعد مستني عليها فانت اغلب الوقت ايه? مش شغال. طيب لو انا عايز استغل بتاعي المفلد ان انا اعمل ايه? اعمل حاجة اسمها يعني ليه ابعد واحدة بس واستنى الفيدباك عليهم? طب ما انا ابعد كزا واحدة وبعدين استنى الايه? الفيدباك عليهم. اللي احنا هنساعمله ده اللي هو اسمه الايه? يعني انت بدل ما تبعد واحدة ماشي كده ايه? ماشي الوحدة في الطريق. وانت وقعد ايه? انت ما بتعملش ايه حاجة. طب انت ابعت من ال data packets. يجيلك ايه? من. طيب. لو انا جيت احسب بتاع الحاجة زي دي يعني انت بدل ما تبعد واحدة ابعت مثلا هنا ايه? ابعت ثلاثة. يعني ابعت الاولى التانية التالتة وبعدين اقعد. هنا في الحالة دي انا باعتبر ان انا اشغال عندي من تلاتة. يعني انا ببعد تلاتة packet. وبعدين استنى ايه? استنى الاك عليه. لما تجيلي اك على الاولانية ممكن ابعت packet تانية كلما اتجيلي ايه? كلما اتجيلي اك احرك الويندو بتاعتي وبعد واحدة جديدة. طيب لو انا جيت احسب لي في حالة زي دي هتلاقي ان انت ايه? هتلاقي ان انت اشتغلت طلاث اضعاف الوقت. فانت عندك تلاتة L على R على RT plus L على R. هتلاقي مني ايه? الUTILIZATION اتضربت في تلاتة. فانا كان عندك ايه? احسن بكتير كل ما تحسن الويندو بتاعتك كل ما هيصيدة عندك ايه خلي بالكم الاكويشن دي هي عليكم يعني هو الاكويشن دي عبارة عن ايه عبارة ان انا بحسب بتاعت السندر ازاي بقول ان انا هي عبارة عن الويندو اللي انا ببعتها الويندو بتاعتي الويندو صايد فيه اللي على ار اللي هو الترانسميشن تايم على ار تي بلس اللي على ار اللي هي من الار تي تي دي اللي هي ضعف تطلع لك ايه تطلع لك السندر طيب حد متخيل ايه الوينتو اللي تخليه لي الوينتو اللي تبقى بوان يعني اللي عبقى مستغلي 100% لو عملت ايه يعني انا محتاج ان انا ابعد باكتز لوقت قد ايه محتاج اغطي وقت قد ايه الارتيتي لص الا على ارسا ايه اغطي بالزبط كده هو انت على فكرة يعني ممكن يبقى كاكسترسايز ليه ممكن حد يجرب يشوف الامتة ده هيطلع بوان بس ايه هتبع كده طب مش هوا فيه ترم ايه على ارسا ايه فيه بالزبط بالزبط فيه ترم ايه على ارسا مفروض يتقسم ناحية تانية حاو ايه اقسم ال على ار هنا وهنا طبعا يعني هوا دي هتقدر بفو تلت في ار على ال ناشا حتبقى 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 على ار تي تي زائد واحد بالظبط كده والارت تيجي اللي هي ايه ده الراون تريبتوني اللي هو في البروباكيشن دريسا تمام طيب ده أنا طبعا معرفش الكتابة بالماوس بصيله شوية يبقى فعليا ده هيبقى ايه فعليا الويندو هتبقى عبارة عن ايه هايبقى هتبقى عبارة عن ايه اهي تعالوا الترمي ده عايزين نختصر يبقى انا عندي في اتنين في ار على قل بيفكركم بحاجة هو مش كان فيه اللي هي هو دلتا بيتا اللي هي البيتا على قول ايه انا جافل او لا هي كان عبارة عن ايه بالظبط كان عندك البندويتس دلي بروتكت عبارة عن هو البروبجيشن دلي في البندويتس اللي بالك هو انت لو جيت تسرش كده على النت على البندويتس دلي بروتكت هتلاقي فيه او حتى قريص من اي كتاب هتلاقي ان احنا نقدر نحسبه بطريقتين نقدر نحسبه كبيتس زي اللي احنا كنا بنعمله قبل كده ممكن نحسبه كباكتس يعني اقول ان انا الساعة اللينك بتاعتي كان باكتس ففي الحالة دي بقسمه على ال ال اللي هي طول الباكت الواحدة فانت فعليا ده كده اتنين فيه البندويتس دلي بروتكت بس تمام اللي هو عبارة عن ايه الار في البروبجيشن دليه اللي هو البندويتس دلي بروتكت الطبيعي اللي احنا تعودين عليه بالبيتس بس تقسمه على طول الباكت الواحدة يديلك البندويتس دلي بروتكت كباكتس بلوس ده هيساوي الويندو اللي اطلع لك ايه الا these one billions ها برا عن ضعف البندويتس دلي بروتكت بلوس وان تمام فعليا لو انت لو انت حتى عايز بصلها وفعليا ايه اللي انا عايز اعمله اللي انا عايز اعمله ان انا قبلة املى ده اشوف سعته اها اقدر اترانزمت كان باكتة في الايه في الوقت ده اللي هو اللي هو برا عن ايه هو اللي هو برعن هقدر اترانزمت كان باكت في ضعف دلي بلوس وان يعني انت بعدت هي دي واحدة. زي الضعف. ده محتاجة تشوف ده يعني انت ابسط حاجة لو انا مش حافظ قوانين خالص. وجيت اقول لك ايه اللي تحقق لك تيجي تبص على الوقت ده كده. تحسبه كتايم كم ساكند? وبعدين تشوف تقرنه تقول انا اقدر كام بكت في الايه? في التايم ده. لما تحسبه هيتلع لك ايه? هيتلع لك الماكسما مويندو هيتلعها كده تحسبها كده تحسبها وباي طريقة اتعجبك هتطلع لك ايه? هتطلع لك نفس الحاجة. انا هنا ما اديها كل من الايه? زي اللي احنا زي اللي احنا حسبناه قبلها. دي ممكن تطلع منها اي حاجة لو انت ايه? لو انت فاهم. زي احنا عملنا كده. تمام? حد عنده مشكلة في اي حاجة احنا قلناها? ده تمام. هناخد ايه? هناخد كده اللي هما بايبلاييننج بروتوكولز لما ايه? بساط خالص. واحد اسمه. ده فكرته ايه? فكرته ان انا ببعث. يما لي ده ابقى اخنالش منتها على كل اللي انا ايه? استلمتها مصبوطة لحد دلوقتي. يبقى فعليا انا هناخد اه اه او احنا بعد ما كنا شغالين هنشتغل ايه? يعني بدلا ما ببعث واحدة هبعت ويندو. هبعت ويندو ده قدامي يعني ايه? يعني انا هبعت الباكت مسلا برواح اتنين تلاتة اربعة. يقاما ان انا لما بتجيلي اخنالش منت على الاربعة اقول لنا معناها ان كل اللي قبلها استلمته ولا هنبعت ايه? هنبعت اخنالش منت لكل باكت انا بستلمها. اهو ان هو ايه? ان انت بتبعت يعني لو بعت اخنالش منت على الباكت نمرة تلاتة مسلا معناها ان كل الباكت لحد نمرة ثلاثة ايه? وصلوا. تعالوا نشوفها هنا عشان لو حد تلخض. انا اسم انجي ان انا عندي ويندو باربعين. انا هبعت اربعة وباكت وبعدين اقعد بقى معاملش حاجة تانية لحد ما تجيلي ايه? هنا تعالوا كده ركزوا على الويندو. هنا بدء الويندو بتاعته ايه? هيبعت الباكت نمرة زير وواحد واتنين وتلاتة. فيبعت زير واحد واتنين وتلاتة من غير ما تجيلوا اي اقنالش منت عادي خالص. بعد زير واحد وتلاتة جات الباكت نمرة اتنين ايه? واقعت في النص. طيب عند الرسيفر استلم زيرو فايبعت اك على زيرو. استلم واحد فيبعت اك على واحد. اتنين ما استلمهاش استلم تلاتة فيرجع يبعت ايه? يبعت اك على اخر حاجة استلمه مصبوط فايبعت اك على ايه? على واحد. هنا في الجوباك ان انت بتبعت عالى اللي ايه اللي وصلت لك مصبوط. خلي بالك هو في الجوباك ان هو بيدسكارد اي باكت اوت اف اوردر. يعني هو النمرة تلاتة هو يدسكارد طالما مش جايله ايه مش جايله بالترتيب. طيب عند السمدر هيستلم ايه? هيستلم اك على زيرو في حرك ركز معي هيحرك الويندو بتاعته ايه? واحدة. يبقى محتاج هنا خلاص زيرو. خلصنا منها يبقى المنه جاية ايه? هيبقى اتنمرة اربعة. بقت الويندو بتاع ته فيها واحد واتنين وتلاتة واربعة. طيب وبعت الباكة اتنمرة اربعة الاستلامها. هيvidسكارد برضو لانها جايه له out of order ويرجع يبقى اتنمرة ايه? يبقى اتنمرة اك على واحد. طيب يجي ايه? الاكة على اتنمرة واحد توصل عند السنتر. فيحرك الويندو بتاعته واحدة كمان. فيبقى اتنين ثلاثة اربعة خمسة. فيبقى اتنمرة خمسة. يبعت نمرة خمسة الرسيفر يستلمها يدسكورد ويبعت اك على واحد يفضل بالمنظر ده طبعا ايه لما تجيله دوبلكت اك هيجنور لحد ما يحصل طايم اوت على باكت نمرة اثنين ففي الحالة دي يعرف ان باكت نمرة اثنين وقعت يقوم باعد الاربعة باكتز اللي هم قد الويندو بتاعته بداية من ايه من نمرة اثنين فهيروح باعد اثنين وثلاثة واربعة وخمسة الرسيفر يجيله ايه يجيله اثنين تلاتة اربعة وخمسة طيب هنا البوبك ام هو احنا على الحالة بس سؤال على البوبك ام وايه يعني تقريبا هنخلص بعدها هنا بيقولك في البوبك ان بروتوكول كان عندي سندر ويندو من ارتبعة ستيكونس نومبر رينج الف اربعة وشرين بيقولك افترض ان انا عمد تايم تي اللي الرسيفر بستنيها كان لها ستيكونس نومبر كي بيقولك الميديم مش بيوردر المسجز فجاوبة على الايه على السؤال بيقولك اول سؤال ايه الباسبل ستس من السيكونس نومبرز على عند السندر ويندو في اللحظة دي تعالوا كده هو هنا في السؤال كان بيقولك السندر ويندو بايه باربعة يعني شبه الرسمة اللي احنا عملنا فبيقولك عند تايم تي اللي كان الرسيفر مستني الباكت نمرة كي السندر ويندو احتمالتها انها متكون فيها ايه يعني خلي بالك تعالى كده نفترض ان الباكت نمرة اتنين وصلت عادي خالص تعالى نأبروتش مختلف وفي اللحظة دي في الحالة دي الرسيفر استلم نمرة تلاتة وكان مستني الباكت نمرة اربعة يبقى ويتينك اربعة اللحظة اللي انا مستني الباكت نمرة اربعة احتماليات السندر ويندو انها هتكون عاملة ازاي هتعتمد على ايه هي السندر ويندو بتتحرك امتى لما بيستلم ايه اكناولج لما يستلم اكناولجمنت بيحرك الويندو صح طيب ايه احتمالياتها انا ممكن اكون مستني الباكت نمرة اربعة وما فيش ولا اكناولجمنت على اللفات ولا زير ولا واحد ولا اتنين ولا تلاتة وصل يبقى في الحالة دي السندر ويندو هتبقى ايه هتبقى نفس المنظر اللي احنا شايفينه ده صح هيبقى فيها زير واحد اتنين تلاتة طيب بالنسبة للاربعة عشان احنا عايزين لو كانت الاربعة دي كيه صح والويندو دي ان يبقى الويندو هتبقى بدقة من كم لكام كي ماينس ان لحد كي ماينس يعني ماينس ون بالضبط من كي ماينس ان لكي ماينس ون طيب لو كانت طيب لو كانت في اللحظة اللي انا مستني فيها الباكت نمرة اربعة اول اك وصلت في الحالة دي الويندو بتاعت هتبقى عاملة ازاي يعني هتبقى كي ماينس n بلاس ون لحد كيا يعني هزاوي بلاس ون طيب اقصى حاجة ان انا اللحظة اللي انا مستني فيها الباكت نمرة اربعة تكون وصلته ايه ال اكس بتاعت زير واحد واثنين وتلاتة صح بالضبط بالضبط اقصى حاجة ان انا اللحظة دي يكون وصلته زير واحد واثنين وتلاتة في الحالة دي الويندو بتاعته هتبدأ ايه اربعة خامسة ستة سبعة صح؟ اللي هي بدقة من ايه؟ ايه نهات ك بلوس ان لماينسfrom اللي هاتك لس ايه سughن يبقى انت الوندو بتاعتك اقل Luxور بتاعتك اقل حاجة فيها انها تكون من ك مينس ايه لو اقصى حاجة انها تكون ايه انها تكون من كي ل كي بلوس ان مينلس ايه انها تكون Many دي اللي هي اي اقل حاجة في الوندو واقصى حاجة في الويندو لو انت الشارحة الحل هتلاقي ايه كتب النفس اللي احنا قلنا ده خلاصته ان بداية الويندو ممكن تبقى ايه ممكن تبقى بدقة من كي و اقصى بداية للويندو هتبقى من كي يعني تقولها كده او تقولها كده او تقولها بقى ايه طريقة ايه اللي تعجبك هنا اللي بكتوب في اللي كانت بقى في الاجابة ان السندر ويندو هتبدأ من كي ويندو لحد ايه لحد كي طيب السؤال اللي بعده على نفس بقيته يعني هيبقى بيقولك ايه بتاع الاك باكتز اللي ممكن تكون من السندر اه سوري من الريسيفر للسندر في الوقت ده يعني في الوقت اللي انا مستني فيه اك على كي خلينا على اربعة ممكن تكون ايه الاكس اللي من الريسيفر للسندر من كي موينس ان الحد كي موينس وان بالظبط هما دول يعني انت انت في اللحظة اللي انت مستني فيها الباكت نمر اربعة مثلا ممكن تكون الحاجات اللي من الريسيفر للسندر اللي هي محد ايه زير وواحد واثنين وثلاثة ممكن حاجة فيهم وصلت ممكن حاجة لسه بس انت في كل الحالات مش هيبقى في حاجة افطر ايه افطر من الويند بتاعك بالظبط اللي هما ايه اللي هما دول من كي موينس ان لكي موينس ان طيب اخر حاجة اخر دي اخر سلايد عن الشرحة اللي هو ايه اللي هو البرتكول التاني اللي هو السلاكتف ريبيت ده اسهل من معناه ان احنا ايه السلاكتف ريبيت يعني انا لما السندر بيبعت لريسيفر بيبعت الايه على الباكت دي تحديدا ولما بتجيله بيحتفظ بيها ويبعت لها ايه ويبعت لها اك لوحدها السلاكتف ريبيت بروتكول هيبقى ايه زي كده لو انا عندي الويندو برضو من اربعة بعت زير واحد الزير وصلت هيبعت لها اك على زير واحد وصلت هيبعت لها اك على واحد اتنين تلاتة وصلت هيحتفظ بيها ويبعت اك على تلاتة ده عشان كسب هو بيبعت ايه بيبعت اك على الحاجة اللي وصلته طيب هنا لما يستلم ايه استلم اك على زير هيبعت نمرة اربعة برضو ايه هيبفر نمرة اربعة يحتفظ بيها عنده بش هيستيها للا ايه الا مترتبة لما تجيله الحاجة اللي في النص بس احتفظ بيها ويبعت لها ايه? بعت لها اك. هنا ايه? يبعت خمسة نفس الكلام. لحد ما يحصل تايم اوت على الباكت نمرة اتنين. في الحالة دي هيبعت بس الباكت نمرة ايه? نمرة اتنين تاني. فهي في الحالة دي. لهم الريسيبر يستلم نمرة اتنين. هيبعت اكت على اتنين. وهيدليفر كل اللي ايه? كل اللي فات ليه الابليكيشن. طيب. طب لو البوفر مليان. لو البوفر مليان هيتذكر ده هزبان عنه. مش هيبعت في الحالة دي بقى مش هيبعت لها ايه. يعني انا استلمت خمسة. ودسكاردت. مش هيبعت لها ايه بقى. هاقول له. هعتبر انها ما وصلتنيش. طب. وايه حالة الحاجة الخير? هو اخلي بالك هو ايه اللي يخليني اعمل كده? يعني يعني الجوبك انت. انا مش ببوفر حاجة خالص. استهلابت بريبيت. انا بحاول ابوفر اللي يجيلي لحد ما تبعفل الجاب اللي ايه? اللي في النص. امتى ده ممكن يبقى حلو? امتى دايما يبقى حلو? هو على حسب انت هتامفلمنت فيه. يعني انت لو هتامفلمنت على بسيط قوي الماموري بتاعته مفيش. فانت في الحالة دي انت ما تقدرش اصلا ان انت تبفر حاجة ويبدو. يعني بديه ان هو بيوفر في البانويتس. انت انت قتلك باكت سليمة ليه ترميها? يعني اخليها عندك. امتى انا ممكن ارميها لو غصبا عني انا ما عنديش ماموري. يعني انت لو هتامفلمنت ده على مفيش اصلا ماموري بتاعته قليلة او سنسور او كده. فانت ايه? البديهة بالنسبة لك ان انت تشتغل جوبك ان. غصبا عني هرمي الحاجة اللي ما وصلتنيش ايه? مترتبة. يعني انا يسلم للابليكيشن يا ما سلمش خالص يرمي. السيليفتف ريبيت هو البديهة والمنطقي على اي حاجة لو انت عندك ايه? لو انت عندك ماموري. بفرل out of order. باكت لحد ما يجي لك الحاجة اللي تفيلت جاب. الا لو غصبا عنك الماموري يتمانت في الحالة دي ايه? عادي. بس هتبقى على الاقل ان في حاجات عندك احتفظت بيها مش ايه? مش هترميها. طبام? بس هو ممكن تكون يعني مسلا ممكن يكون النت تتعبان خالص والباكتس اللي ترميز. اصلي الباكتس اللي لست كتيرة. تمام. ممكن البفر لسه يتميلي. مش فاهمة. حتى لو الماموري يعني. حتى لو في الماموري. سؤالك معلش شيء على الماموري يبقى كبير ويتميلي بارضو. ماشي. في الحالة دي انت على الاقل استفدت باللي جالك مظبوط او اغلبه او حتى نصر. بصدي يعني انا مش هبقى عالق في لوب ولا ايه? ليه? عليه في لوب لي. اه هو بصدي يعني هيقعد يبعت ويبعت وهو او يفتك ان انا عندي الباكت وانا ما عنديش ويحصل كده ربكة يعني. يعني باش مهمش مسلا. هو انا هرجع عبعد تانية امتى? عند التايم اوت. فهو في لحظة ما هو هو عام كل باكت هو هنا اللي بيحصل كل باكت بيبعتها بيفتح لها طايمر لوحدة. هو هنا بيفتح طايمر لكل باكت بيبعت. فلما رقم اتنين مثلا الطايم ايه? يحصل لها تايم اوت. فيعمل ايه? يرجع باكتها مرة تانية. بغض النظر ايه اللي عند ريسيبر حصل ايه? احتفظ باكتها محتفظش باكتها. في كل الحالات لما بيحصل تايم اوت بابعت تاني. هنا كل الفايدة ان الريسيبر استلم الحاجات اللي جات له في النص دي. هنا مثلا كانوا تلاتة احتفظ بيهم. فمحككتش ان هو ايه? ابعتها له مرة تانية. وانا عارف. وقل ريدي خلي بالك. انا هنا مسلا جات لي اك على تلاتة. في ايه? كانت اتنين اك على اتنين ما وصلتش. فانا هنا ان تلاتة وصلت. بعد كده لما تجي لي اربعة وخمسة برضو ايه? هريكورد ان اربعة وخمسة وصل. قبل ما يحصل ايه? تايم اوت. فهنا كل الفايدة ان ان انت استفدت. الحاجات اللي اتبعت في الوقت اللي حصل فيه النص ده انت استفدت بيها. اخد بالك هو. ايه. مش معتمدة على الاك يا معتمدة على الايه? على ال time out. وكده كده هيحصل طالما ما مجدش اللاك. تمام. تمام كده? بس مش كده بش ماندسة المفروض كده. ايه تمام كده. لو هنشتغل بالسيستم ده المفروض يعني يكون عندنا معتبرة بالنسبة لحجم الفاكت صح? يعني. بالزبط. انت لو عندك ده. لو عندك ده. يعني انت لو عايز تحقق الكلام ده المفروض انت ايه? يعني انت منطقي على جهاز فيه مموري محترمة بالنسبة للداتا بتاعتك. منطقي لو انت ما عندكش ايه? لو عندكش مموري كافية او عندك المموري هتبقى قليلة جدا. حتى ما عايز تستغل المموري في حاجة تانية فانت لأ خلاص بلاها. هنبعت اللداتا تانية على النتور بس مش مشكلة. يبقى انت بس على حد بقت فين. اه اصلا احنا حتى الان احنا كل ده احنا بنتكلم بفكرة لس. احنا ما تكلمناش مثلا لو الباكت طلع فيها مثلا عملنا الشيكس هم وطلع فيها مشكلة فطلبناها تاني. فده ممكن برضو يقوم مسبب ان الباكت اكتر في طريقة تتبعت. طب اه انا عندي سؤال انا عارف ان هو غالبا مش هيحصل. يعني غالبا طبا ما احنا كده 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 نتعامل على مموري عالية. بالسحية زي كده ممكن تتاندل ازاي? لو انا مثلا قلنا البفر بتاعي اتملى. وانا كل ده مستني باكتين معينة عشان ابعت السيكنس اللي غراها. طب لو الباكت اتملى وجات لي ساعتها الباكت اللي انا مستنيها. هل هيقدر يستلمها من غير ما? يعني كده كده مش هتطر يعمل لها بافرينج صح? نعم هم خلي بالك. الباكت اتملى ده اكيد ان هو مثلا مع ذلك يعني يعني انا انا اكيد فيه مموري معينة بسيف فيها الباكتس اللي ايه قاعدة مستنية اللي بركينها على جانب. بس عمري ما هعتبر ان انا هملة لحد المموري بتاعتي لدرجة ان انا مقدرش هستلم باكتس جديدة. يعني لو عاملت كده يبقى غباء مين? مفوضنا انا المفروض. يعني يبقى عندي سام مموري استلم ان انا استقبل فيها باكتس جديدة. لكن مش لدرجة ان انا هملة حتى المكان اللي انا بستقبل فيه. يعني دي الوحدة ودي الوحدة. ده مجرد ما استلم الباكتس اللي على جانب دي. دي تمالت? خلاص كده. انت هتعتبر انها تمالت واي حاجة جديدة هتجيلك هتدسكورد. لحد ما تجيلك اللي انت مستنيها فعلا في الحالة دي. يعني هتسلم بقى كل الداتا دي للابليكيشن وايه? وخلاص. تبدأ من اللي انت عملت باكتسكورد. اه بالزبط بقى ترجع تاخد اللي بعد. تمام? شكرا لحضر. طيب حد عنده اي مشكلة تاني? طيب واحنا كده خلصنا الاولاني. ثماني. اشتركوا في القناة